موسيقى بعد المرات أحداث صغيرة تكون عندها تأثير كبير أحداث صغيرة تقدر تغير التاريخ الإنساني تقدر تغير الخريطة العالم الأبطال هذه الأحداث الصغيرة يقدر يكونوا ناس ما عندهم تقييمة ناس ما معروفينش ما عمرهم كان عندهم شي تأثير إذا سولت دابا شي واحد قلت له أعطيني لائحة دي الأهم الشخصيات في القرن العشرين الشخصيات اللي جعلت العالم يكون بالشكل اللي هو عليه دابا أكيد أن هذه اللائحة هذي غادي يكون فيها اسميات ديالناس مشهورين معروفين ولكن شكون غادي يفكر في الإسم ريال واحد السيد اسميته غافريلو برينتيب غافريلو برينتيب هذي الشخص هذا كان بالتأكيد من أهم الشخصيات في القرن العشرين غافريلو برينتيب هو اللي تسبب في الحرب العالمية الأولى وبالتالي هو المسؤول كذلك على الحرب العالمية التانية هذي الإنسان هذا بلابيه كالعالم ديالنا اليوم غادي يكون مختلف تماماً ولكن غيباش نكونوا عادلين مع أخونا غافريلو إلا رجعنا في الوقت ومشينا عنده قبل ما يدير الفعلة دياله ووريناه النتائج ديالها أنا متأكد أنه غادي تشوك غادي تصدم غافريلو برينتيب ما كانش الهدف دياله وعمروه فكر أنه بدكش اللي دار غادي تسبب في حرب عالمية غادي يمشي وضحيتها الملايين والملايين ديال الناس واللي غادي تغير العالم كامل بطريقة جدرية الناس اللي عاشوا في ديالوقت ما كانوش أغبياء طبعاً كانوا عارفين أنه ممكن توقع شي حاجة كبيرة في أي وقت أوتوفون بيسمارك بيسمارك المستشار الألماني المشهور اللي عاش في القرن 19 وكانت يتسمى المستشار الحديدي واللي ربما هو أعظم سياسي ألماني ولدته ألمانية كانت تنبأ بهذا الشي اللي وقع كانت يقول أنه إلا وقعت شي أزمة عالمية كبيرة فأكيد أنها غادي تكون بسبب شي عامل أحمق في البلقان غالباً في الأعمال الإرهابية شيرتوه في العالم ديالنا اليوم تنهضروه على العدد ديال الضحايا تنهضروه على أسلحة الطامر الشامل كيفاش أنه خصنا لإرهابيين ما يوصلوش لها باش ما يقتلوش عدد كبير ديالناس ولكن ما عمرنا تنهضروه على شكون هم الضحايا ديال واحد العامل الإرهابي يعني شكون اللي تقتل ماشي العدد ديال الناس اللي تقتلوه غافريلو برينتيب قتل جوج ديال الناس هذا ما كان جوج ديال الناس طريقة باش قدري يقتلهم واحدة طريقة عجيبة جدا بحل شي سيناريو خيالي ولكن قبل ما نهضروه على هاد الجريمة هادي نشوفه بعد الأحوال ديال أوروبا في هاديك الوقت باش نعرفوه علاش هاد الشي وقع الإمبراطورية النمساوية المجارية من بعد غادي مقا نقول غير النمسا ولا غادي مقا نقول غير الإمبراطورية النمساوية لأن هذا الاسم هذا الطويل تقيل شوية على القلب فالإمبراطورية النمساوية المجارية كان حاكمها واحد الشرف اسميته فخانس يوزيف هاد خونا كان ما بقى له ولي العهد اللي غادي يورد الإمبراطورية هاد المزغوب ديال فرانس فاديناند غيم أعطاه قل لك غادي يمشي يزور صرايفو صرايفو اللي كانت تابع الإمبراطورية النمساوية غادي يزور صرايفو ويتفرج في مناورات عسكرية هاد المناورات العسكرية كانت غادي في الدار في واحد النهار اللي ليامات اللي دازت على السرب يعني في العيد ديال واحد اليوم هو النهار ديال الدكرة ديال واحد الهازيمة خايبة دازت عليهم تيسميوها معركة كوسوفو فهاد المعركة ديال كوسوفو هاد الشنطيلة اللي دازت عليهم وخقديمة باقية عقراهم والسرب معروفين بوطنيين بزيد يعني معروف عليهم محب الوطن ووطنيين كتر من القياس السرب تيعتبروا صرايفو واحد الجزء سلافي بحل خوتهم وكينقال اللي تيعتبروا جزء من سربيا يعني أن صرايفو ره جزء من دولة سربيا ولا أقل رههم منطقة سلافية يعني بحالهم فهذا الشي اللي بغي يدير فرانس فادي ناند بحال الحكان على الضبرة يعني هو جاي في النهار اللي هو ديكرة ديال الحزن حازنين فيه السرب جاي بش يحضر المناورات العسكرية في منطقة يعني في صرايفو في هذه المنطقة اللي تيعتبروا هديالهم يعني هي منطقة سلافية هارفع لها الامبراطورية النمساوية فهذه إيهانة كبيرة فهنا واحد المجموعة السربية تجمعوا في واحد القهوة في بيلقراد بيلقراد في سربية وداروا خطة باش يقتلوا فخانس فادي ناند بغوا يقتلوه من يكون دايز بالطموبيل دياله وصد الناس يعني من يجي يزور صرايفو يدايز بالطموبيل دياله ويقتلوه في هذا الوقت هذا فجاخونا فرانت فرديناند السرايفو ركب هو ومراته في الطموبيل الطموبيل ديكابوتابل مفتوحة وغادي في الطريق في الموكب دياله السرب المجموعة السربية اللي نوين على خزيت مشتتين في الطريق كل واحد شد بلاستو تيتسناو طموبيل تدوز من حداهم ويحاولوا يقتله طموبيل غاديا غاديا واحد من المهاجمين خرج من وسط الناس هز قنبولة دليد هز قنبولة في ديه لاحا على فرانت فرديناند فرانت فرديناند شاف القنبولة جاية في اسمه جهته حد الراسو تخبه مور الباب ديال الطموبيل القنبولة ضربات في الكادر ديال الطموبيل طاحت في الارض ما تفرقعتش تمتم تاجت واحد طموبيل موراهم مورا الطموبيل ديال فرانت فرديناند داست على القنبولة ويتفرقع فمن تفرقعات القنبولة روينا ناتت بزاف ديال ناس تشرحوا الدمايات أخونا اللي لح القنبولة داستربيل اللي لح القنبولة صرت كينة ديال الانتحار واحد الكينة تيصوبوها من السيانيوغ فاكلاها بزع ما بش انتحر مشات يجري تيجري تيجري نقز لاحراسو في واحد الواد ولكن زهار ديال هدمون القنبولة هذا عوش الكينة اللي اللي كلا اللي المفروض انها تقتلو طلعت كينة مدرحة مكان شكينة حقيقية فما مقتلاتوش والواد اللي اللي تلاح فيه مكانش غارق يعني بقام بقافو قلمة فقرقبوا عليه البوليس المهم دا بل حفلة تسالت اللي مضروبين داوهم السبيطار ملقنبولة شدوه فخانت فاديناند والطموبيلات ديال الموكيب كسيرا ومشاو الخطة إذا تيبان أنها منشحاتش ولي العهد ديال الامبراطورية تزقل بأعجوبة فاديناند هو ومراتو وصلوا للبلدية ديال ساراييفو ولكن في عوض ما يكون ويبقى تماما قال لك لا يمشي زور الناس اللي تجرحت في السبيطار وشوف دابل بسالة في عوض ما يبدأ ويقلس تزقل من الموت لا هو غادي دا بيزور الناس في السبيطار وخاصتي فا بشي ديروليز عما واحد الحماية واحد البروتكسيون فاديناند 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 واحد من هاد المجموعة السربية طبعا اللي بغى تقتل تقتل فاديناند اللي كان في داكل وقت طبيعا الحال تيضن بينار القضية في شلات كل شي يعرف بينار الخطة في شلات فالقراسو واقف الطموبيلا حابسا قدامو ديال فرانس فرديناند هو امراتو جاجب كامونا يعني محطوط قدامو كل شي خصو غير يتيري الحماق الحماق قابريلو برينتسيب يعني برأسو من شف داكل ديكور مفهموالو يعني نقدرون نشبوها بمثال مثلا بحالي لك انتي غادي تسرقش بانكو وما صدقتش الدعو يعني غادي انت واحد جماع مع واحد جماعة عيصابة باش تسرقوا واحد البانكا ما صدقتش الدعوة صحابك تشدو شدوهم البوليس وانت علقتي سلكتي ساعة من بعد يعني ساعة من بعد هذا الشي هذا لقيت الفلوس ديال البانكا كاملين قدام رجلك هذا ما اللي وقع كابريلو برينتسيب ماشي من العاكزين جبد الفردي واتكا على فرانس فرديناند هو ومراتو قتلهم بجوش كانت هذه من أغرب استوضاف اللي وقعت في التاريخ ديال الإنسانية تكسيد اللي كان نراكب معاهم في الطموبيل تي عاود على لحاضات الحزينة ديال فرانس فرديناند من كان تيموت والدمايات تتشرشر من فمه كان تيموت وتيرغب مراتو باش ما تموتش تيقول لها ما تموتش على ود الوليدات ديالنا ما تموتش باش ما يبقاش ولادنا بلا أم و بلا أب كافريلو برينتيب بالنسبة لأغلب الناس در واحد العامة الإرهابي اللي العواقب دياله كانت كارتية على العالم ولكن بالنسبة للسرب كافريلو برينتيب تيت تعتبر بطل الحرية هو البطل اللي بدأ لمسلسل ديال استقلال هاد المناطق السلافية من الإمبراطوريات اللي استعمرتها كانت الإمبراطورية العثمانية مستعمرة هاد المناطق ومن بعد خداتهم الإمبراطورية النمساوية بالنسبة الإمبراطورية النمساوية الاغتيال ديال ولي العهد عامل إرهابي طبعا واحد العامل إرهابي واللي مسؤول عليه هما السرب اللي مسؤول عليه هي سربية ما متيهمش واش الدولة السربية كانت مسؤولة فعلا يعني ما تيهمش واشتكشي جاي من الريوس الكبار ديال البلاد هي ديجا ديجا سربيا كانت دير الشقيقة الامبراطورية النبساوية السربيا كانت بحل كونسير بنسبة الامبراطورية النبساوية ديمت التعاون مع الانفصاليين في المناطق السلافية ديمت الضامن معهم وده بتتصور ان هاد دبانت الحمار هادي هاد سربيا هادي تكملها وتجملها بالقتل ديال الولي العهد ديال الامبراطورية فالنبساويين غادي جهلوا نورمال يعني تتصور مثلا موريطانيا غير مثال موريطانيا تكون تتساند الانفصاليين في المناطق الجنوبية في المغرب وديمت التتصور في الفوضاء وتهديد ديال الامن الداخلي وتجي من الفوق تقتل ولي العهد ديال المغرب كيفاش غادي تكون الرياكسيون ديال المغرب كيفاش غادي تكون الرياكسيون ديال المغرب اللي هو ديجة كاعي بليبيان على موريطانيا قبل ما يتقتل هاد ولي العهد هكا كانت الحالة ديال الإمبراطورية النبساوية مع السربيا لا أعرف ما كان مورغافريلو والجروب ديالو ممكن لمخابرات السربية ممكن شي جيه أخرى ممكن هم خدموا بلا ما يكون مورهم تشي واحد تواحد معار الامبراطورية النمساوية دابا خاصة تقرر شنو غادي تدير واشتهاجم سربيا ولا تدير عين ميكا اللي خيب شوية التعاويد هو أن فخانت فاديناند اللي تقتل كان متعاطف مع القادية السلافية يعني هاد وليل عاد فخانت فاديناند كان عنده واحد تعاطف مع القادية السلافية كان تناوي أنه يحسن من يوصل الحكم طبعا أنه يحسن العلاقات ديال الامبراطورية مع سربيا يعني بحل نقدرون نقوله أن السرب قتلوا صديق ديالهم علاش الامبراطورية النمساوية ما عربطتش على سربيا مش حالاتي علاش علاش كانت صابرة على دك تورزيز اللي ديره لها سربيا السبب هو أن سربيا عندها واحد خوها الكبير وهد خوها الكبير الأخ الكبير ديال سربيا هو روسيا فروسيا تتعتبر رأسها الحامي الرسمي ديال الشعوب السلافية حاربتي سربيا غاج بدع لراسك النحل الروسي حرب مع سربيا يعني حرب مع روسيا أوروبا في هذا الوقت هذا كان فيها واحد السيستيم ديال التحالفات معقد ومعقد بالعاني معقد باش يحافظ على السلم في أوروبا العقل المدبر المايسترو ديال هاد العلاقات الدبلوماسية المريغلة اللي كانت بين الدول الأوروبية هو نابغة بيسمارك بيسمارك كان واحد الداهية والدكاء ديال بيسمارك باقيت تقرى اليوم في الجامعات كان واعر السيد كان واعر بالبيان يعني نستعرفو به مخصناش ننساو ان شحال هادي مش بحال اليوم عندنا قوة عالمية وحده ولا جوج شحال هادي كانوا على الأقل خمسة ديال القوة كبيرة في أوروبا كانت عندنا بريطانيا كانت عندنا فرانسا كانت عندنا ألمانيا كانت عندنا النمسا والماجار الامبراطورية النمساوية الماجارية وعدنا روسيا وكي اللي تيزيد تتطاليا بين هاد الدول هادي كانوا معاهدات معقدة كما قلنا معقدة بزاف وهذا التعقيد هذا ساهم في السلم أنه يبقى السلم ما بين دول أوروبية وعاون كذلك ألمانيا من جهة أخرى أنها استفدت منه بزاف بيسمارك ما كانش تيدرب غير على أنه يحافظ على السلم في أوروبا كانت يضرب على المصالح ديال ألمانيا بطبعا بيسمارك من كان هو المسؤول على العلاقات الديبلوماسية كان شدك الشي مزيان ولكن في 1914 اللي غادي يوقعوا فيها هاد المشاكيل هادو كان بيسمارك مش هاف حالو والناس اللي عوضوا بيسمارك ما يوصلوش تلدفارج له السؤال دابا علش مدخلاتش النمسا للسيربيا مباشرة يعني إلا كانت النمسا تتعتبر أن السيربيا هي المسؤولة على قتل ولي العهد فما عنددتش يحل خصات هاجم سيربيا ما يمكنش تبقى ساكتب حليما تراوالو فعلش مدخلوش مباشرة للسيربيا علش ما مشوش ديريكت يعني غيت تقتل فرانت فردينانت العسكر ديال الإمبراطورية النمساوية يهجموه على سيربيا حيث النمسا خصوهم يتشاورو مع أخوهم الكبير تاومة تا النمسا عندها أخوها الكبير الأخ الكبير ديال النمسا هو الإمبراطورية الألمانية الإمبراطورية الألمانية في هذا الوقت كانت ما زال واحد الإمبراطورية جديدة يلا قلت بسم الله في الساح تاريخ ديال التأسيس ديال الإمبراطورية الألمانية هو 1871 ما زال جدد وخاك كانت الإمبراطورية الألمانية قوية بزاف على جميع الأصعيدة عدد الساكينة ديالها الصناعة الجيش كانوا الألمان في مجيتيهم يعجبوك هاد الإمبراطورية الألمانية اللي تأسات في 1871 كانت نتيجة ديال الاتحاد ما بين سبعة وعشرين دولة ألمانية أو دويلة نقولوا دويلة ألمانية سبعة وعشرين دويلة ألمانية تحدوا وصوبوا هذه الإمبراطورية هاد الدويلات كانت فيهم عنظمة مختلفة يكين كانوا فيهم ممالك بحل مملكة بروسيا اللي معروفة ومشهورة بحل مملكة بافاريا مملكة ساكسونيا كان فيهم دوقيات بحل الدوقية ديالهسن الدوقية ديالبادن كان فيهم إمارات كان فيهم هنزيات يعني خلوطة خلوطة الموما تسبعة وعشرين هادوا دويلة تحدوا كاملين جمعوا وولوا إمبراطورية ألمانية تتخلع تصور دباد القضية هادي ترى اليوم جي مثلا شي شي مجموعة ديالدول الأسيوية شي عشرين دولة أسيوية ولا ثلاثين دولة أسيوية ويتحدوا ويولوا بين عاشية وضحاها إمبراطورية من أقوى مكين في العالم هاد شي اللي وقع معا الإمبراطورية الألمانية وهذا كان سبب ديال مشاكل لأن ألمانيا من دخلات الدوري الكبار كانت في الدوزيام ديفيزيون تأهلت ومشرت لقسم الكبار قسم الكبار اللي فيه فرانسا فيه بريطانيا فيه الناس الكبار فألمانيا بغت تأخذ الحصيصة ديالها من الكعكة تهي بغت حقها من الحلوة من الأخرين النقليز وفرانسا من الأخرين مدبرين على رأسهم في العالم ها مستعمارة هنا ها مستعمارة لهيه وألمانيا ببح ولو زيد على هذا أن القوة الكبيرة اللي ديشة كانت ما كانوش حاملة نشتعرف هاد في هاد الامبراطورية الألمانية الجديدة يعني بحال اليوم إلا داروش دول هاد اللعبة اللي دارت دارت ألمانيا وبدو تيزحموا الأمريكان مثلا رمان غاتيش تحملهم عادي فألمانيا حسات براسها محاطة وفعلا هي رأى محاطة يعني جغرافيا رأى محاطة إلا تشتي الخريطة رأى ها محاطة من كل جانب هاد الواقع هاد الامبراطورية الألمانية اجعل من ألمانيا أنها كان ديما تتسنى أنها تحرب غادي تنوت يعني كين شي حرب متوقعة ولكن كما قلنا باسمارك الله يجازيه بيخير كان داير خدمته في العلاقات الديبلوماسية باسمارك كانت عنده واحد القولة مشهورة كانت يقول في واحد العالم اللي في خمسة دي القوة خاص دروري بلادك تكون في المجموعة اللي في أثلاثة يعني ثلاثة ضبط جوش باسمارك كانت أهم حاجة عنده هي أن ألمانيا تبقى دائما ديرزوين مع روسيا المشكلة فين بدأ المشكلة فين بدأ من باسمارك من قلب الروايت من باسمارك مشهورة اللي ولم تحكم في العلاقات الديبلوماسية في بلاست باسمارك هو الكايزر القيصر الإمبراطور الألماني فيلهلم التاني هاد فيلهلم التاني هو سباب البلاد جرى على باسمارك من خدمته وخصر العلاقات مع روسيا دار جوش ديال المصايبك جرى على باسمارك وخصر العلاقات مع روسيا يعني دار واحد الحاجة اللي باسمارك امبوسيبل كان يديرها روسيا في النظرة ديال باسمارك خصك تخليها ديمة في جنابك شكو اللي يستفد من هاد المصيبة اللي دار القيصر الألماني فرنسا العدو واللدود ديال المانيا غير خصرات ألمانيا العلاقات مع روسيا فرنسا تحلفت مع روسيا وبقول الألمان في الوسط حاصلين يعني قاعدك الخوف من الحرب زاد كبر وماشي غير زاد تال سيناريو ديال الحرب ولا مكفس حتي لكانت روسيا حليف ديال ألمانيا ألمانيا تقدر تحارب أي واحد في الجهة الغربية وتبقى مرتاحة من جهة الشرق ديال روسيا دابة من روسيا ولت مع أخرين ألمانيا غير يولي جيها الصهد من الشرق ومن الغرب يعني حمادت بالبيان القادية من بعد هذا الإطلال السريع على ألمانيا وعلى الأحوال اللي كانت في أوروبا نرجعوا للروينا اللي درخونا غافريلو اللي قتل فرانت فادي ناند في صرايو قلنا بأن دابة النمسا خاصة تشاور مع ألمانيا النمسا وألمانيا بجوج عارفين أنه إلى النمسا هجمات على سربيا روسيا غادي تحرك فالنمسا خاصة تعرف دابة الرأي دي الألمانيا في هذه الحريرة هذه النمساوين تلاقعوه مع الألمان بشي تشاوروا في هذه القضية هذه شنو قال القيصر الألماني للنمسا هذا هو السؤال دي المليون دولار تا واحد ما عارف بالضبط كين بزاف دي الهدرة كين بزاف دي المعلومات المتناقضة مع بعضياته ولكن الأغلبية الناس تيظنوا أن القيصر الألماني قال للنمسا فرشخو سربيا فيتفه بالزربة وخلصنا وخلصنا لماذا بالزربة لكي لا يكون لدي روسيا الوقت ردة الفعل يعني عندما تأتي روسيا توجد الزحف والمطاريين وزيد ستكون النمسا قضاء الغرض والصرب التفرشخو وليس لدي مريض سواء كان هذا هو الجواب أو لا 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 لدي عواقب إلى النمسا سربيا ستدخل لتدافع على سربيا فرنسا والمانيا ستدخل لهم ستدخل لهم لهم ستدخل لهم ستدخل القيامة بريطانيا كان عندها حالة بعض 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 بريطانيا كان عندها علاقات دبلوماسية مع الدول ولكن كان ذلك خفيف ضريف يعني بريطانيا إلى ناضط المعماعة تستطيع التفرج وهذا بالفعل هو السياسيين بريطانيا كانوا بريطانيا تبقى غير متفرج يعني لا تدخل رأسها في المشاكل ما نعرفه هو أن أوروبا في هذا الوقت كانت مازالت تعاني من الصدمة للطورة الفرنسية بدلت النظرة الأوروبية للحرب بشكل نهائي قبل كانت الحرب محدودة كثيرا كثيرا نقول أن كان فيها جانب رومانسي هذا المالك يستطيع يربح المالك الآخر في معركة يدد له واحد المنطقة يدد معركة أخرى يعني كان ذلك شيء محدود ودخل فيه الزواق الشجاعة والفروسية جاءت التورة الفرنسية قلبات المفاهيم كاملة بش نفهمو شنو دارت التورة الفرنسية تخيلوا معايا أن اليوم في المريكان نادو شير بعد الماويين الماويين واحد الماركسيين مخززين نادو وفرتكوا الحكومة الأمريكية واستولوا على السلطة بالقوة وبدلوا النظام في المريكان والتحاجة ما بقيتك كانت العالم سيكترون ذاك الشيء تقريبا اللي وقع في أوروبا فرنسا اللي كانت الرمز الملكية جاءوا الطوار محاول الملكية محاول النظام بقيتك بقيتك فرنسا الدول الأوروبية اللي كانت تقريبا كلها ممالك تصدموا بهدى التوراة الفرنسية اللي اللي رطات فرنسا جمهورية اشداروا نادو تحاموا على التوراة باش يقضيوا عليها كلهم نادو باش حاربوها حاربوها بالجيوش الكلاسيكية ديالهم داك استيل القديم يعني كلها دولة عندها واحد الجيش محدود ديالها واحد داك استيل القديم ديال الجيش يعني واحد الجيش ناس اللي تتخلصوا يعني جيش احترافي محدود في الأول فرنسا كلا تصدق نورمال باش يهاجمك العالم كامل وانت يالله قلتي بسم الله ماشي سهلة ولكن فرنسا دارت واحد الحاجة اللي غادي تغير الشكل ديال الحروب في أوروبا اتغيروا فرنسا ولدت تتحارب بالشعب كامل الشباب كلهم تتحاربوا الرجال اللي مجوجين اللي عندهم عائلات تصوبوا السلاح وتديروا الترانسبور العيالات تصوبوا الخيام والحويش وتعاونوا في تسبيطارات البنايات العامة ولدت تكانات عسكرية الساحة العامة ولدت مصانع ديال السلاح أي سلاح كما كان نوع دياله والعودانات كلهم اللي مخدامينش في الفلاحة تعطاوا القوات الشعبية هاد القادية هاد اللي دارت فرنسا فاجآت العالم كما قلنا الدول اللي تتحارب فرنسا كانت ممالك عندها جيوش بريفي هاد الجيش بريفي وهالجيوش خاصة بحل مرتزقة هاد الدول هاد معمرها كانت تفكر انها تسلح الشعوب ديالها وتدربهم على الحرب بالعكس هاد الجيوش هاد كانت تستعملهم هاد الممالك هاد الملوك كانت تستعملوهم ضد الشعوب ديالهم يعني من الشعب تدير شي بالبالا ولا هاد الجيش تدخل باش يحافظ على الملكية لكن النظام الجديد ديال فرنسا ماشي بحل النظام ديالها الدول النظام ديال فرنسا كان الاساس دياله هو الشعب ماشي الملك الملك طيروه النتيجة هو ان فرنسا كل الافراد ديالها دخلو الحرب يعني واحد العدد ديال الجيش الفرنسي ديال هاد القوات الشعبية ديال هاد الجيش الشعبي الفرنسي تيخلح تزيد على هادا ان هاد الناس هادو ماشي بالضرورة تخلصهم من تكون الشعب كله تيحارب ماشي ضرورة يتخلصهم كيف تتخلص واحد الجيش بريفي واحد الجيش ديال المورتازيقاء خسك تخلصوا باش يحارب من اجلك يعني فرنسا كانت احتاجتي الف هنا احتاجتي خمسين الف هنا احتاجتي مية الف هنا دفع موجود موجود الناس هاد شي ما عمر اوروبا شفتو من قبل في القديم اليكسندر الاكبر قدر يسيطر على جزء كبير من العالم بواحد الجيش العدد دياله ما بين ربعين الف وتسعين الف تصور كون كان عند اليكسندر جيش فيه ثلاثة المليون بطبيعة الحال مشيقاء الفرنسيين عندهم مؤهلات ديال ديال العسكر محترفين ولكن كما تقوله الحمية تتغلب السبع مش هالما كان عندك دلمورتازيقاء إذا كانوا هم عشر الاف وعندك تيحاربوا ثلاثة دلمليون راباين غادي يخسروا دوك العشر الاف ويكونوا أحسن عسكرا في العالم نابوليون اللي ورد هاد الجيش الشعبي ديال فرنسا من بعد عنده واحد لما قوله مش هوره كان قال هال الكونت النمساوي متانيش كان قال ليه ما تقدروش تغلبوني ما تقدروش تغلبوني انا تنضحي بثلاثين الف عسكرا في الشهر اي دولة اوروبية اخرى باستثناء ربما روسيا الى اخسرات ثلاثين الف عسكرا في الشهر ستكون كاري تاليها بالنسبة لفرنسا ثلاثين الف في الشهر كانت حاجة نورمال مطرع والو عادي فماش الدول الاخرى تقدر تحارب فرنسا شنو خصت دير خصت دير بحال فرنسا مملكة بروسيا الالمانية مازال ما كانت امبراطورية الالمانية اقديم شوية تقبل يعني هاي كيفاش تطورة الفرنسية غيرت فمملكة بروسيا الالمانية في ذاك الوقت كانت حاربة نابوليون ونابوليون فرشخة ناد واحد المارشال الماني في ذاك الوقت اسمته فون بليشا قال الحكومة بروسيا بغيت بحال نابوليون اعطيوني جيش اعطيوني جيش ديال الشعب انا بغيت الجيش ديال الشعب اعطيوني الحكومة بروسيا ما كانش بغيت تسلح الشعب طبعا كما قلنا الممالك الاوروبية ما كانش بغيت تسلح الشعب دياله ما كانش بغى واحد الجيش شعبي ولكن ما كان عندهم تحل فمجرد انهم وافقوا على الطالب مارشال فون بليشا ولا الجيش ديال بروسيا مضوبل الى ثلاثة المرات فهنا قدرت بروسيا انها تدخل في معارك ويكون عندها حضود ضد نابوليون كي نلخصوا اهم الحويج اللي بدلتها التورة الفرنسية اول حاجة الحياة ديال الانسان ولا ترخيصها الى عندك جيش فيه مليون عسكري وخيموته الالاف هانية حيث الحياة ديال العسكر ولا ترخيصها الحروب ولا تطويلة شحال هدي كانت الحروب غالبا عبارة على معراكة كبيرة في النهار يعني في النهار واحد تتكون معراكة كبيرة وسالينة صافي يعني اللي ربح ربح اللي خسر خسر حيث الدول ما كانتش تتقدر تتحمل ذلك الخسائر ولكن بسبب التورة الفرنسية وهذه الجيوش الشعبية اللي ولت ولت الدول تتقدر تتحمل خسائر كبيرة وتكمل الحرب النتيجة هذا الشي كامل هو طبعا المعاناة الإنسانية حيث الحروب كل ما طولت كل ما ماتوا ناس وزادوا العهات وزادوا الجوع وزادوا الأمراض و الحرب ماشي شي حاجة زوينة وكل ما طولت كل ما تتكفس على الإنسانية شنو كان ناقص باش تكمل هاد المصيبة الكحلة كانوا ناقصين جوج حويش أولا ناقص التكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا اللي غادي تصنع بها آلات وأسلحة فتاكة اللي تقدر تضاعف بها العدد ديال القتلى وديال الدمار هاد التكنولوجيا بدات الخطوات ديالها الأولى في هذا الوقت النيت يعني في الوقت اللي من بعد التورة الفرنسية وهذا البداية ديال هذا الجيش الشعبي هذا بدات الخطوات الأولى ديال التكنولوجيا يعني من تمو هي غادي تكنولوجيا بواحد السرعة كبيرة في التطور في 1914 كانت التكنولوجيا متوفرة كاينة ولكن بقات حاجة واحدة ناقصة وهي الحرب الشاملة يعني اللي ستكون على واحد النتق كبير باش تقدر تستعمل هاد التكنولوجيا هذي الحروب ديال نابوليون كانت كثيرة ولكن كانت محدودة يعني ما كانت واحد الحرب شاملة في أوروبا فهذا الوقت هذا بعد المقتل ديال فرانت فرديناند تكنولوجيا متوفرة والبوادر ديال الحرب شاملة بدت تتبان شنو بقى دابا كل شي وجد كل شي مهيئة بقات واحد الحاجة مهمة قاع القوة العالمية تتفكر فيها وهذا الحاجة هي اللي هدرنا عليها قبيلة من مشات النمسا بشتشاور مع الألمان وهي العامل ديال السرعة السرعة هي أهم شيء دولة اللي تقدر توجد الجيش ديالها وهذا الجيش هذا يوصل لأرض المعركة بأكبر ماكينة عسكرية قبل من الجيش ديال الدولة سيكون عنده أفونتاج وكل ما سبقتي العادو لأرض المعركة وجبتي معك العتاد وكتواجد سيكبر هذا الأفونتاج دورة فرنة فاديناد أقول كان بحال أرشدك الفردي التي تعلن على بداية السباق كان بحال أوقك تلوقت باش تفكر ما كينج بل كرف لأن على الأقل هذوك اللي تتسابقوا روما عارفين أن الطلقة غادي تجي وغادي يجريو يعني هم عوالين غادي يجريو ولكن الغتيال ديال فرانت فادي ناند كان بحال واحد الطلقة الفردي مفاجئة فالتالوقت باش تفكر ما كينج وشحال ما تطلت تقدر تصيد يعني انت انت في صراع مع الوقت ألمانيا اللي غادي تتخل غادي تتخل في الصراع ما عنده تشحل كانت في واحد الحالة لا تحسد عليها حيث ألمانيا كيف مشفنا قبل صار العلاقات مع روسيا هذا يعني أن ألمانيا خصة تكون واجدة الحرب في الغرب وفي الشرق في نفس الوقت الألمان معروفين بالدكاء والتخطيط ديالهم قبل ما يقع شيء في 1914 كانوا دائجة دائرين خطة ديال الوقت أثناء شيء ما يديره كيف يتعاملوا مع الجبهة الشرقية والغربية في حال تقيام حرب الخطة هذه اللالمان اللي كانوا موجدين كانت مبنية على أساس أن الجيش الروسي تقيل تقيل حيث الحجم دياله كبير يعني باش تجيب انت الجيش الروسي اللي قدوكت لخلاق ايجي زحف باش يجي يحارب النمسا والألمان خصوقت بزار فهاد الوقت اللي غادي روسيا تنوت توجد في الجيش وتتحرك باش توصل لألمانيا غادي الألمان يكونوا زربوا على فرنسا يعني الجيش لألمانيا خاص يهجم بالقوة ديالو كاملة لفرنسا يعني انت سلجب هالشرقية ديال الرواسة لان الرواسة خصوهم الوقت باش يوصلوا تقال فغادي تهجم ألمانيا بكل القوة ديالها على فرنسا تفرشخها بالزربة وغادي تسالي معها تقلب الشرق يكونوا الرواسة وصلوا وذيك ساعة هدي الخطة اللي كانوا موجدين ولكن هات الخطة الألمانية باش تنجاح خاص داروري الزربة لا يوجد الوقت ديال المفاوضات والديبلوماسية وصير واجي ما حال ما تعطلوا الألمان؟ ما حال ما الخطة تفشل؟ الحاجة الأخرى اللي ضرورية هو أنك خاصك تبدأ بفرنسا واحد السؤال هنا علش علش خاصك تبدأ بفرنسا علش؟ يعني علش فرنسا وخال مشكلة في الأساس ماشي مع فرنسا مع روسيا كما قلنا قبيلا النمسا إلى هجمة سربيا روسيا غادي تهاجم النمسا إلى هجمة روسيا النمسا ألمانيا خاصة تهاجم روسيا باش تدافع على النمسا إشدخل فرنسا في الشريط؟ الجوّب سهل حيثي لقد حربت المانياً روسيا فرنسا قصت حرب المانيا حيثت فرنسا أو حليفه جديد روسيا يعني كم مادرت ألمانيا غادي تكون في حرب مع فرنسا وروسيا لذي تزد العافية فوق هذا الليسانس هذا هو الفكرة اللي كانت عند الالمان على روسيا والفكرة اللي كانت عند فرنسا على ألمانيا ألمانيا كانت تشوف في روسيا أنها مبقى لها والو وتولي أكبر قوة في العالم الألمان كانوا يتسنوا روسيا تحقق هذا الشي هذا بأنها تولي هي الطب في 1917 يعني بقى لهم بضع سنوات ويوليهم الطب فبالنسبة لألمانيا أحسن وقت باش تفاريها مع الرواسة هي أولا دابة دابة نيت لماذا يتسنوا تتقوى روسيا وتوصل للقمة؟ لماذا؟ يبدو دابة نيت فرنسا كانت عندها نفس النظرة ولكن توجاه ألمانيا يعني النظرة دي الفرنسا الألمانية بحل النظرة الألمان للروسيا فرنسا كانت تشوف الألمان أنهم تتطوروا صناعيا بواحد شكل مخيف كانوا تشوفوا رأسهم أنهم إلى تسنوا خمس سنين ولا عشر سنين قبل ما يتحاربوا مع ألمانيا غادي يجيبوا أغف رأسهم كل ما تسنيتي على الألمان الألمان غادي يقولوا صعب بزاف غادي يفرشخوا فرنسا لدخلت معهم في حرب إذا تحاربوا معهم دابة نيت فنفس الفكرة اللي كانت عند الألمان على روسيا كانت عند فرنسا على الألمان للأسف كون كان بيس مارك ما زال عايش في هذا الوقت هذه وما زال شد خدمته الدبلوماسية أنا متأكد أنه كان بإمكانه يحل المشكل الليدر غافريلو برينتيب ألمانيا كان ظهرها خيب ألمانيا كان عندها واحد الكسيدة في الحكم القيصر فيلهلم الثاني هذا بنادم اللي ما عنده تشي مؤهيلات بش يكون الحاكم ولو ولكن كما زال نقوله اللي اعطاه العاطي ما يحرط ما يواطي هذا الكسيدة هذا اللي كان في الحكم في هذا الوقت هذه في هذا الوقت الصعيبة اللي العالم فيها على أبواب الحرب غادي نشوفوا في الحلقة الجاية شنو دار غادي نتعرفوا عليها أكثر هاد الحمق هذا غادي نعيشوا كذلك الأحداث ديال انطلاقة الحرب العالمية الأول فيلهلم الثاني اللي كان حاكم ألمانيا في هذا الوقت الصعيبة اللي العالم وقف فيها على أبواب حرب غادي تصوت في الأخضر واليابس هاد فيلهلم مسخوت الوالدين دار أخطأ كبيرة وقلنا أن أكبر خطأ دارو هو أنه خنز التواسع مع روسيا واحد الحاجة مهمة خصنا نعرفها على هذا الوقت هو أن العائلات الملكية في أوروبا كان عندهم علاقات قرابة مع بعضيتهم هادخونا فيلهلم الثاني كالحافيد ديال ملكة فيكتوريا ديال بريطانيا هو أولد عم الملك جورج الخامس ديال بريطانيا القيسر الروسي نيكولا الثاني مجوج بالحافيدة ديال ملكة فيكتوريا العائلة الملكية البريطانية براسها عندها أصول ألمانية الملك جورج الأول الاسم دياله الكامل هو جورج لودفيك اللي هو الملك ديال بريطانيا في 1714 أصله من ألمانيا كان أمير ديال منطقة هانوفر الألمانية تل إنجليزية دياله كانت تعيانة كانت يعرف غير شي كلمات في 1917 بسبب الحرب العالمية الأولى وبسبب التورة الروسية دار الملك جورج واحد القاطيعة مع الأوصل الألمانية وبدل الإسم ديال الأسرة المالكة بدلها الوينزر واحد الحاجة تعريفة كما تتشوفو هنا في الصورة هو أن فيلهلم الثاني وجورج الخامس ديال بريطانيا ونيكولا الثاني ديال روسيا تتشابهوا يعني كين واحد تتشابه بناتهم خصوصا ما بين جورج الخامس ونيكولا الثاني كين شابه كبير يعني كين بعد الأحيان تتصاور وما تتعرفش كون هو فيهم هاد نيقول الثاني القيصر الروسي كانت تهوى دون المشتوى بحلو بحل فيلهلم الثاني هادش اللي خلا بعض المؤرخين يقولوا أن هاد المصادفة ديال أزمة سياسية خطيرة وسياسيين ما فيديهمش عونات بش تقوم الحرب العالمية الأولى لا القيصر الألماني ولا القيصر الروسي كانوا يستحقوا المناصب ديالهم وصلوا ليه عن طريق الوراة فقط فيلهلم الثاني نهار زرب على بيسمارك وحيدوا من بلاستو قال لهم أنا ما محتش مستشار قال لهم أنا أنا هو المستشار ديال راسي أنا غن تكلف بكل شي المشكلة مع هاد الجنوس بحل فيلهلم ونيكولا هو أن الغاباء ديالهم تيمنعهم تباشي يقبلوا نصائح من ناس أدكى منهم كان قيصات كتيرة ديال فيلهلم كان واحد القيصة أنه كانت يطلب من واحد القائد عسكاري يدير شي حاجة غابية كل شي عارفها غابية فذلك القائد قال ليه إلا درنا هاد الشي را غنطب زولي هالعين فيلهلم ضارف هاد السيد هذا قال ليه كون كان شي قائد آخر في بلاستيك كون دار ذلك شي اللي قلت له يعني بحل شي دري صغير مكلخ ما فهموا له وعنده السلطة كاملة في يده هاد فيلهلم الثاني كان معقد من واحد من ناحية أخرى وتاني من الجسد دياله كان عنده واحد الدراع كلات الضق في الولادة دياله ولات بحلش جرتيلة ما فيه هاد شي قوة تلماك لا ما يقدرش يأكل بها ولا يقطع شي حاجة فكان عنده هاد مركب النقص كانت يمشي عنده ولاد عمامه العائلة الملكية في بريطانيا باش يحس بالقيمة الساعة هما ما تيحملوهش تيحملوش فيه الشعرق فكانت يحس براسه منبود الإحساس بالإقصاء اللي كانت يحس به في الهلم الثاني هو نفس إحساس ألمانيا بالإقصاء القوة الأوروبية القديمة فرانسا بريطانيا كانت تشوف ألمانيا بعين ناقصة ما حملهاش واتش عادي بحل يوم الميريكان اللي قوة عالمية قديمة كيفاش تتشوف الصين والميريكان براسه في واحد الوقت زاحمات القوة العالمية اللي قبل منها باش تيدير بلاستها بين الكبار نرجع دابا للجو المكهرب اللي بدأ بمقتل ولي عهد النمسا في خانت سفادينات في 23 جوية 1914 شهر تقريبا من بعد الجريمة الإمبراطورية النمساوية أعطت السربيا اندار لائحة شروط تعجيزية إلى ما قبلتها سربيا فالنمسا ستجعل ضربوه النمسا كانت تشاورات مع ألمانيا وداروا هاد الشروط بالعاني تعجيزيين علاش تعجيزية باش تنوض الحرب ضغية ويديروا الخطة ديالهم كما شفنا في الحلقة اللي فاتت الشروط ديال النمسا باختصار هي أولا تسمح سربيا بتحقيق النمساوي في الجريمة اللي وقعت تحقيق اللي ديجا فتحاته سربيا ما وكلش تانيا خاص سربيا تمنع أي بروباغاندا ضد النمسا وتقمع ودير خطوات باش تقضيع لأي جامعة إرهابية معادية للنمسا واحدة من هاد الجامعات الإرهابية كان اسمتها اليد الكحلة واحتمال كبير أنها هي اللي عاونت غافريلو برينسيب وأصحابه النمسا أعطات لسربيا 48 ساعة وكل شيء كان عارف بأن سربيا مشتحيل أنها تقبل هاد شيء وفي هاد الوقت القصير هنا بدأ العد العكسي ديال انطلاق الحرب العالمية الأولى خليونا قبل ما نوصلوا القنابل والقرطاس نهضروا شوية على هاد الشهر اللي داز من مقتل فخانت فاديناند تل إنضار ديال النمسا لسربيا في هاد الوقت كل دولة كانت تتنشع لك بالتها كل شيء تيوجد المصايب اللي جاية فرنسا كما شفنا كانت دايرة تحالف مع روسيا يعني من هاد الناحية فرنسا باخير ولكن تحالف ديال فرنسا مع بريطانيا كانت تحالف خفيف كان غير تتسمى بالفرنسية انطنت كان غير سطحي ماشي شي حاجة واقفة على الصح فرنسا بغا تدير مع الحكومة البريطانية تحالف ديال بالصح موتق اللي غادي يبقى وخدت بدل الحكومات غادي يبقى هاد تحالف هذا علاش فرنسا منوضة قربالا باش تزير بريطانيا بشي كونترا نشوفوا الخريطة باش نفهموا ها فرنسا ها بريطانيا شوفوا الموقع ديال فرنسا من ألمانيا والنمسا فرنسا وسط المعماعة شوفوا الموقع ديال بريطانيا بعيدة على الصداع داير بها لما من كل ناحية وعندها أكبر وأقوى وسطول بحري في العالم ففرنسا خس ها الدراس ها دامانات باش مين تنود الروينا تلقى على من تعول بريطانيا ماشي غير بعيدة على المشاكيل تال حرب ماشي في صالحة بريطانيا كانت بيخير عليها اقتصاديا مستافدة من السلم اللي كان في أوروبا تصديروا الاستيراد خدام مزيان الحرب غدير البريطانيا غير الشقيق الحكومة البريطانية كانت طبعا عارفة أن الحرب غادي توقع غادي توقع فما عندهم شحل خاصهم يتاخدوا موقف وخاصهم يقنعوا الشعب البريطاني بدرورة الحرب سنرى هذا الشيء من بعد إذا قلنا 23 جوية 1914 سيفتات النمسا ديك الشروط التعجيزية لسربيا سربيا نرمال ما يمكنش تقبل الشروط حيث الشروط تضرب في السيادة ديال الدولة السربية فشنو دارت سربيا من داز النص ديال الوقت 24 ساعة سيفتات الحكومة السربية بريا للقيسر الروسي تطلب المساعدة اكتبوا ليه فيها مصيف طيل الجلالتكم هاد البرية حيث ما نقدروش نحاميه على راسنا محتاجين كوما صاحب الجلالة عاونونا في أسرع وقت ممكن جلالتكم كان دي مدى يرزوين معانا تنتمنوا أن الطالب ديالنا يلقى تعاطف في القلب السلافي ديال جلالتكم تيضغطوا لي المشاعر السلافية في 25 جوية تلا الوقت سربيا صفتات الجواب ديالها للنمسا قبلت شروط كاملة إلا وحدة وهي أن النمسا أو أي جهة خارجية تدير تحقيق جنائي داخل الدولة ديالها النمسا بطبيعة الحال كما كان متوقع ما قبلتش الجواب ديال سربيا وعلنت عليها الحرب رسميا في 28 جوية 1914 يعني شهر بالطبط من بعد مقتل فخانت فادينات غير علنت نمسا الحرب على سربيا روسيا بدت تتوجد الجيش ديالها اللحظة اللي كل شي كانت يتسنها بدات والوقت والله هو أهم حاشا بطبيعة الحال اللي عليه أكبر ضغط هو ألمانيا حيث باش تنجح الخطة الألمانية خاص ألمانيا تزرب على فرانسا قبل ما يوصل الجيش الروسي الألمان كان عندهم تقدير ديال الوقت شحل دلوقت عندهم باش ينجحوا في المهمة قبل ما يوصل الجيش الروسي كانوا تقولوا تقريبا تسعمية تل تسعمية وخمسين ساعة يعني سبعة وثلاثين تل ربعين يوم ألمانيا كان خاصها تبدأ البلان ديالها بالزربة مخصاش تضيع الوقت الرواسة جايين هاد البلانات العسكرية تغات على أي محاولة سياسية ديبلوماسية باش الأزمة التعل لا يعنيش هذا أن القوة الأوروبية ما بقاتش تتهضر مع بعضياتها غير هما كانوا تهضروا وفي نفس الوقت توجدوا فكل شي توجد في نفس الوقت وتحاولوا يديروا شئ اتفاقيات باش يستفدوا باش يحسنوا الموقف ديالهم فبدأت واحد روندا ديال هبلت ربح واحد تضحك ألمانيا غي سمعات بالجيش الروسي بديت تحرك أعطات اين دار للرواسة قالت لهم حبسو فين غادين الرواسة جاوبوا لألمان قالوا لهم إحنا غادين قصدين النمسا انتوما ما بيننا وبينكم غير الخير والإحسان يعني تكذبوا على بعضياتهم روسيا عارفة أن ألمانيا غتدفع على النمسا يعني غتحاربهم وألمانيا عارفة هاد شي تهي الألمان أو تانيس داروا تصلوا بفرنسا قالوا لهم شوف الرواسة جايين وإحنا غنتكلفوا بهم ونحاربوهم إلا مارجعوش شنو غتديروا انتوما ألمانيا تتسوى الفرنسا فرنسا قالت الألمانيا احنا غندفعوا على المصالح ديالنا الألمان قالوا لهم اوكي مكين مشكلة اعطيونا لاكسي لقاع الحصون ديالكم اعطيونا السويرت ديالقاع الحصون ديالكم اللي في الحدود معانا كعربون على التيقى وعلى أنكم خاطيكم من هاد الحرب هاد اني هبلت ربح ألمانيا عارفة أن هاد الشرط impossible فرنسا تقبلوا وفرنسا عارفة أن ألمانيا بغى فيها الخدمة الألمان أوتاني تصلوا بالنجلزا ألمانيا مهم عندها بزاف بزاف أن بريطانيا ما تدخلش للحرب فتصلوا بهم قالوا لهم انتم مع نحن عائلة وحدة ما عندكم ما تديروا بهذه الحرب هاد الألمان عارفين أن فرنسا تتحاول أنها تدير تحالف مع بريطانيا فقالوا ليهم هلاش غاد تعاونوا مع فرنسا العدو التاريخي ديالكم خليونا نفارغها معهم وتنوعدوكم بأننا ما غادي نحتلوا التشي بلد بريطانيا اللي ديجا ما حاملاش الألمان جاتهم هاد المحاولات الألمانية بحل تبرهيش ديبلوماسي ولكن بريطانيا كان عليها الضغط كان عليها ضغط سياسي كبير من جميع الجهات فرنسا وروسيا قاهرينها بالطلابات باش يزرفوها في الحرب الشعب البريطاني ما بغيش الحرب الألمان وصداعهم تهوما فبريطانيا القرار ديالها في الأخير كان هو أنها غادي تكون مع الخير ضد الشر بحل ما يحوار الخير ما يحوار الشر يعني غا تكون مع اللي عندهم الحق وهاد الشي هو اللي غادي يدخل بريطانيا في الحرب كما غادي نشوفه وغادي يدخلها بطبيعة الحال ضد ألمانيا علاش؟ حيث البلان الألماني باش ينجح خاص ألمانيا هي اللي ولد دير العيب ألمانيا خاص هات هاجم فرنسا هدرنا بزاف نضرنا بزاف هنا غا يبدأ المعقول ألمانيا خاص هات ضرب فرنسا الحدود بين ألمانيا وفرنسا تقريبا 193 كم معمرة بالحصون والتكانات العسكرية صعيب على ألمانيا تختارق الحدود اللي جمعها مع فرنسا ليس مستحيل حيث ألمانيا قدرتها في 1870 ولكن المشكلة ليس هو ما تقدر أو لا المشكلة هو الوقت الوقت اللي غادي تحتاج ألمانيا باش تختارق الحدود ديال فرنسا غا يكونوا الرواسات يشربوا قهيوة في برلين يعني الوقت ما كانش الألمان ماشي كوانب عارفين هاتش عندهم واحد الخطة الخطة ديال فون شليفن فيها أن ألمانيا خاصها توصل لباريس من جهة دول أخرى عندها حدود مع فرنسا ولكن هات دول هاتي دول محايدة وهذا الحياد ديالهم ضامناها الحكومة البريطانية شفتوا على خالوطة ألمانيا بسبب الوقت ما تقدرش تدخل لفرنسا من الحدود ديالها تحتاج وقت كبير الوقت ماشي في صالح ألمانيا إذا ألمانيا خاصة تدخل لفرنسا من جهة دول أخرى عندها حدود مع فرنسا دول محايدة ضامنا لهم بريطانيا الحياد هذا الشي اللي غدير ألمانيا دابا ممكن نعتبره أكبر أو من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها ألمانيا في تاريخ ديالها بلجيكا في البلان الألماني هي الطريق اللي غيوصل الألمان لفرنسا تتوقيت ديال دخول ألمانيا لبلجيكا كان خايب غير يومين قبل كانت الحكومة البريطانية تقريبا موافقة على أن بريطانيا تبقى محايدة ما تدخلش في الحرب الألمان دخلوا لبلجيكا كل شي تبدل بريطانيا بزز من هجي من جهة بلجيكا إذن غدخل في الحرب ضد ألمانيا الشعب البريطاني بين عاشية وضحاها ول مع الحرب ضد الألمان ألمانيا ولت عندها سمعة خايبة نفس الشي اللي غادي يوقع في الحرب العالمية التانية من هجمات ألمانيا على بولونيا وبريطانيا دخلت في الحرب بولونيا ديال الحرب العالمية التانية هي بلجيكا ديال الحرب العالمية الأولى ألمانيا ولتتبان بحل شي وحش ما عندوش أخلاق حي تدخل على بلجيكا مسكينة اللي اللي بريطة ما دارتوالو النمسا من هجمات سربيا على الأقل كاين شي سبب ولكن ألمانيا بدخولها البلجيكا ما مسألة ما عندنا التمنى فكل شي ولا ضد ألمانيا البروباغاندا ديال الحلفاء منت نقول الحلفاء تنعني بهم ديما الجانب ديال فرنسا وبريطانيا وروسيا البروباغاندا ديال الحلفاء استغلت هادشي وبدات تتصور ألمانيا بأبشع الصور وقدرت تتأثر على الشعوب ديالها بشكل كبير هيتلا أو هيتلاير هيتلا في الكتاب دياله كيفاحي اكتب على هات القضية دي قلبي أن ألمانيا دارت خطأ في المجال ديال البروباغاندا الخطأ ديال البروباغاندا الألمانية في هذا الوقت أنها كانت تتصور الحلفاء بشكل مضحك كوميدي في الوقت اللي كانت البروباغاندا ديال الحلفاء تتصور ألمانيا على أنها وحش خطير فإلى صورتي العدو ديالك بشكل كوميك ما غاتيش تقدر تموبيليزي جيش وتهيج الشعب والجيش بحال إلا صورتي العدو بشكل واحد الوحش وواحد المجرم خاطئ في واحد غشت 1914 دخلت ألمانيا للوكسنبورغ ألمانيا غادة بطبيعة الحال البلجيكا ومن بعد الفرنسا ولكن الزهر العوج ديال اللوكسنبورغ أنها جات في الطريق في نفس الوقت اللي دخلت فيه ألمانيا للوكسنبورغ صيفتات البلجيكا تحدير قلت لهم شوفوا احنا رغي دايزين من عندكم باش نوصلوا لفرنسا ما غادي ندلو لكم موالو وأي حاجة هرسناها في الطريق نخلصوها ردت الفعل ديال بلجيكا كانت بطولية أو ربما ماشي بطولة ربما أنهم فكروا أن القضية حامضة حامضة فاللهم الواحد يحافظ على الكرامة دياله المالك ديال بلجيكا تجمع مع المستشارين دياله واتفقوا على أنهم يوجدوا الجيش البلجيكي الصغير وورد ديالهم ويقاوموا التدخل الألماني في نفس الوقت سيفتات بلجيكا طالب لمساعدة من فرنسا وبريطانيا الحلافاء كانوا على القرص تيتسنو ولكن كانوا خايفين أن ألمانيا تدير لهم عامرة فخاوية يعني يديروا رأسهم بحليلة غادي تخلوا لبلجيكا وما يدخلوش وتصدق فرنسا مثلا ندخل البلجيكا قبل من الألمان وتوليه يلي دير العيب فكل شي كانت يتسنى الألمان يحطوا رجلهم في بلجيكا الأول هادي يدخلوا فرنسا بدرجة الخوف ديالها من فخ محتمل ديال ألمانيا رجعت الجنود ديالها عصرة كيلومتر من الحدود البلجيكية سعرفوا الحدود الحدود رفيها تكينات عسكرية فيها واحد المناطق حساسة فرغم ذلك الخوف ديال فرنسا رجعت الجنود عشراء كيلومتر مور الحدود لكي لا تكون تسبق فرنسا يلي دارت العيب ألمانيا ما عندها تحل إلا أنها تعلن الحرب على بلجيكا وفرنسا ما الذي وقع في 3 غشت 1914 غير وصلات الأخبار ديال دخول ألمانيا لبلجيكا السافير البريطاني في ألمانيا سير تدخلوا الألمان لبلجيكا هاد صفتات الإنذار لأن ألمانيا ديجا دخلات فصعيب أنها تستاج بالمطالب بريطانيا كونجا الإنذار قبل ما تدخل كان غايكون الأقل شوية الأمل الألمان دخلوا دابل بلجيكا زع ما غاديجيهم إنذار ديال بريطانيا غايقولوا لهم سمحوا لينا ويخرجوا اللي اعطى الله أعطاه فات الفوت السافير ديال بريطانيا تعود على ردة الفعل ديال الألمان من أعطاهم الإنذار البريطاني قال لك الألمان كعاوب البيان المستشار الألماني بده تغوت شي نص ساعة علاش بريطانيا ديرها من الحبقباه علاش شادين في القادية ديال الحياد ديال بلجيكا واش الحرب نايدة وبريطانيا تتفكر فورقة مسنية هذي قرنو زماراغ واش بريطانيا علود ورقة ما عندها التقييمة بغد خلف حرب مع ألمانيا اللي تتعتبر بريطانيا صادق ديالها ألمانيا مقاتلة في جوجيهات باش تعيش وتجي بريطانيا تطعنها من الخلف الألمان بغوا يقنعوا السافير ديال بريطانيا أن دخولهم البلجيكا كان مسألة حياته وموت السافير البريطاني قال ليهم بالنسبة لبريطانيا الدفاع على دول الحياد مسألة حياته وموت ديال الكلمة وشارفت بريطانيا إذا بريطانيا أخوات بهذا الدول شكول لي ما زال غايتق في بريطانيا في المستقبل هنا قالوا لي الألمان واش فكرات بريطانيا في التمان ديال هذ الخطوات وفعلا يلورينا النتائج ديال الحرب لأصحاب القرار قبل ما يتخذوا القرار أنا متأكد أن بثاف منهم سواء رابحين أو خاسرين سيحاولوا يلقوا شي حل من غير الحرب دخول بريطانيا في الحرب يعني قلب الموازين ضد ألمانيا ليس من ناحية الجيش البريطاني الجيش البريطاني بالمقارنة مع الجيش الألماني لا علاق ألمانيا كانت خايفة من مجموعة الأشياء خايفة من الأسطل البحري اللي كان أكبر أسطل في العالم ألمانيا كانت خايفة من القوة الاقتصادية ديال بريطانيا بريطانيا كانت الأولى في العالم بريطانيا كانت عندها مستعمارات كده قدش بريطانيا وفرنسا بجوج كانوا يحكموا كتر من نصف العالم هاد القوة المالية أكيد ستساعد في تمويل ديال الحرب بريطانيا تقدر بالأسطل البحري ديالها توقف تصديره الاستيراد الألماني مثلا فهنا فين كانت المخاوف ديال ألمانيا الإنضار ديال بريطانيا تسالت الصلاحية دياله في 4 غشت 1914 مع 12 ديال الليل مباشرة من بعد انتهاء الوقت بريطانيا علنات الحرب على ألمانيا أغلب السياسيين مقدروش يتنبؤوا بالعواقب ديال الحرب العالمية للنواقص ديال هاتقات ولكن كين واحد الفيلسوف ألماني أشهر من نار على عالم اللي قدر يتنبؤ بالحرب وقدر يتنبؤ بالنتائج ديالها هاد الفيلسوف الألماني هو الرافيق ديال كارل ماكس في خيط غيش انجلس في خيط غيش انجلس تنبؤ في 1887 أن حرب لا متيلة لها غادي تنوت تمنياء تلع عشرات المليون ديال العسكر غا يقتلوا بعضياتهم وغادي يدوزوا على أوروبا بحال الجزرات كوارث ديال حرب تلاتين سانة غادي تختازل في ثلاث سنين والأربع سنين وغادي تنتشر في أوروبا كل هالمجاعات والأمراض والفوضى والإنهيار الاقتصادي الحرب اللي غادي تبدأ دابا مشاركين فيها أقوى جيوش العالم بأحدث الأسلحة غير هو الجيش الألماني بوحدة عوتاني الجيش الألماني اللي كان العدد دياله تقريباً ربعات المليون عسكري مدربين تدريب من أروع ما يكون كان جيش بدون مبالغة أعظم جيش عرفوا العالم تل ديك الوقت الألمان بديك الكفاءة بديك الفعالية اللي تيمتازوا بها زيد عليها التقنية العسكرية اللي في 1914 كانت وصلات لدرجة علوم عسكرية تتقرى زيد على هذا الشيء كامل أن الألمان كانوا يوجدوا هذه الخطة مش حال هذه يعني الجيش الألماني كان في الطب من جميع النواحي لما كان الألمانية الجبارة تحركت بأعداد أمهولة ما عمر العالم شف بحالها الجيش الغربية شاركوا فيها تقريباً ثلاثة المليون ديال الجنود بالقناطر ديال الأسلحة بدقة متناهية بالنظام أروع ما يكون تال الجندي الألماني كان واحد الجندي صبار كان جندي قوي دهنياً وجسدياً هاد الجيش العرم رم غايدوز من بلاد صغيرة اللي هي بلجيكا اللي في ديك الوقت أغلب المناطق اللي فيها عروبيات البنية التحتية عيانة فتخيلوا الناس اللي شافوا الجيش الألماني في بلجيكا بحالي اللي شافوا شي حاجة من الخيال ما عمر العالم تال ديك الوقت ما شاف شي حاجة بحلقه من حسن الحظ ديالنا أنه واحد صحفي أمريكي أمريكي اسمته ريتشارد هاردينغ ديفيس كان حاضر في هاد الأحداث وعود لي ندك شي اللي شاف من الطريقة باش تيوصف تتحس أن السيد كان متاشر شنو قال لنا الصحفي الأمريكي قال لنا أن الحس الإنسان الإنسانية كما تعرفوها ضاعت مع دخول الجيش الألماني البلجيكا جيش ليس بحل أي جيش مكون من الناس جيش بحل واحد الموجة ديال البحر كبيرة تدخلع بحل واحد الإنهيار تلجي بحل واحد الفيضان دازت ساعات وساعات الجنود الألمان تدوزوا بلان قطاع مكين تشي خوية بين الصفوف بحل الطبابة اللي تتجي وتتغطي كل شي تلباس ديال الجنود الألمان كان مناسب وحد اللون قري رمادي فيه وحد البرودة مختلف تماما على الزواق ديال الباس في الجيش الفرنسي والبريطاني تي لبسو الزراق والحمار والريش هات الصحافي تي عود لنا قال لك غيتي دوزوا العسكر تيفوتوا واحد مئة مترو ما تتبقىش تشوفهم تي غبروا في الأفق جيش بحل واحد الواد ديال الفولاد غادي بسلاسة غادي بنظام لدرجة أنك ما تلقاش تصير محلول في صباط ديال الشي عسكرية فيهم من الصباح بكري تلتناشت الليل وما زال الزحف الألماني ما بغاش يسالي بعد 26 ساعة هادز الجيش كامل من ديك البلاصة اللي كان فيها الصحافي في الحلقة الجاية غادي نشوفو شكل اللي وقف في وجه هات الصنامي الألماني اللي كتاسح بلجيكا كيفاش كانت المواجهة وشنو هي النتائش الجيش الألماني اللي تي خلع من جميع النواحي تخلى هات البلاد الصغيرة المحايدة اللي العمر ديالها قل من مئة سنة واللي عندها جيش صغير ومعمرها شركات في شي حرب بلجيكا ضايرين بيها قوة عظمى فكانت ديما عارفة أن التسلح والاستثمار في الآلة العسكرية ما غادي نفعها بوالو لأنها ما عندها التشنص ضد هات الدولاتي سواء تسلحتي ما تسلحتيش ما غاديش تربحه تقدر غايت تعطل الهزيمة بواحد شوية ولكن في الآخير نفس النتيجة هذا ما تعنيش أن بلجيكا ما كان عندها والو من بالأشياء اللي كانت عند بلجيكا الحصون تنهض روح لـ 1914 يعني الحصون كانوا ما زال شي حاجة مهمة في الحرب الحصول البلجيكية كانت مصوبة بطريقة دكية في ذاك الوقت في القمة ديال التطور ديالها هات الحصول البلجيكية كانت مبنية تحت الأرض كان غير في تحت الفوق ولكن علام تحت الأرض تشوف الحصن من برات يبلك والو تهبط لتحت تلف قدو قداش مدينة الياج البلجيكية كان عندها استدية للحصون كبيرة واستدية للحصون الصغيرة مبنية بيناتهم كانوا ضايرين بمدينة الياج هاد الحصون الكبيرة والحصون الصغيرة اللي ما بيناتها هلاش مبنيين بهذه الطريقة هذي باش ما يزقلوا تشي حاجة يعني من تيتيريوا مجموعين الكبار والصغار ما تيخليوا التخوية يقدر يدوز من هالعدو وبين هاد الحصون هذي كاملة كين عوتاني خنادق خنادق معمرة بالعسكر معزازين بالمدفعيات ديال الحصون زيد على هذا أن المصممين ديال هاد الحصون هذي خداوا بعين الاعتبار تل جغرافية ديال المنطقة واختاروا أحسن بلايس باش يبنيوا السيستام البلجيكي ديال الحصون كان رائع طيب ديال الحال ما غاديش يقدروه على الالمان ولكن يقدروه يعدبوهم هما أصلا الالمان كانت عندهم فكرة غالطة أصحاب هم غايدخلوا البلجيكا الجيش البلجيكي غادي يحط سلاحوا ويخليهم يدوز او قاع الى زعماء بغاوا يديروا فيها الشجاعة غادي غادي يديروا شي مونوشات شي حفنة ديال القرطاس ويعطيهم حمارهم ديال الفكرة اللي كانت عند الالمان الجيش الألماني غير بدا يغرق في بلجيكا باللعب أول إشارة أن القادية حامدة تدمير البنية التحتية الالمان دخلوا القول البنية التحتية مهلوكة بلجيكا فرقعات القناطار فرقعات السيكاك الحديدية فرقعات الأنفاق الالمان شافوا ديال شي جهلو الالمان كم قلنا مقاتلين مع الوقت خاس كل شي يمشي بالزربة فهد شي اللي درت بلجيكا هو العصاء في الرويضة كين واحد العبارة إنجليزية تتقول adding insult to the injury يعني تتزيد سبان فوق الدرب تكرفستي على واحد وتتزيد تسبو من الفوق الالمان في شي بلايس ما عندهم منين يقطعوا حيث القناطر تفرقعوا فكانوا تيقطعوا بعبارات ديال الماء تيصابوا بعبارات جوسور مائية وتيعبروا هنا تيخرجوا العسكر ديال بلجيكا وتيبدوا يتيروا فيهم يعني الالمان غايت تفرقعوا بالغدايد ولكن الالمان حيث المان كانوا موجدين واحد القوات خاصة سبيسيال ثلاثين الالف عسكري بالقيادة ديال الجنرال أوتو فون إيمي خدمتهم هي يسبقوا الجيش ويتكلفوا بالحصول البلجيكية اللي هي أكبر عائق في وجه ألمانيا في طريق ديالها الفرنسا هالثلاثين الالف سنين وهو متى تربوا المهمة وحدة وهي دك الحصول البلجيكية النهار دياله موصل دابا بالالمانية كانوا نتسميوه النهار داتاك وفي هذا النهار هذا بلجيكا غادي تلقن ألمانيا درس مؤلم مع مر ألمانية كانت تتوقعه هنا كانت نقطة تحول تاريخية تحول من سيطرة الإنسان في الحرب لسيطرة الآلة طور ديال الإنسان ولا ثانوي بلجيكا اللي دولة صغيرة مثالية العلمان كانت يقولوا على الجيش البلجيكي أنه جيش ديال الشوكولات هادي بلجيكا هادي غا تقدر بفضل الآلة القاتلة أنها تكرفص على أقوى جيش في العالم المشكلة هو أن الجيوش ديال ذيك الوقت كانوا ما زال ما داروش المزاجوخ ما زال ما داروش الابديت باش يتعاملوا مع تفوق الآلة كانت ما زال عندهم ديك الفكرة ديال العسكرية فالعاود وهالصيف والعسكر تيهجموه في ضربة واحدة الألمان براسهم ستزرفوا في 5 أوت 1914 مدينة الياج القوات الألمانية الخاصة هاجمات أربعة الحصون البلجيكية هذه المعركة تسمى معركة الياج الجيش البلجيكي موجد في الخنادق مبيل الحصون الألمان ما عندهمش الوقت يضيعوه خصهم يحلوا الطريق بالزربة باش الجيش اللي جاي مراهم يدوز الألمان هجموه هجمة وحدة هذه الفكرة القديمة تتهجم في ضربة وحدة فالألمان هجموه هجمة وحدة بالآلاف وبدو تيطاحو بحال الدبان بالآلاف دوك الألمان اللي قدرو يدوزو من الخنادق البلجيكية فرتكاتهم المدفاعية ديال الحصون البلجيك تدبحو الألمان الألمان واخاكوك محبسوش بقاوت يصيف طموجة مرموجة مرموجة ديال العسكر ولو تيخسرو بنادم بحال اللي تيخسرو القرطاس المنظر كان بحالش انتحار جماعي لدرجة بأن موتة الألمان تتجمع فوق بعضياتها في هذا الجبل وهناك مشكلة البلجيكيين حيث الألمان تتخبّوا الموتة الجنرالات البلجيكة التي عاشوا هذه الأحداث كانوا يوصفوا الجنود الألمان بأوصاف زوينة يوصفوهم بالشجاعة والروعة والإقدام حيث في ذلك الوقت كانت مازالة رومانسية في الحروب ما زالك تتهضر على العدو ديالك بحل تتقول عليها قصيدة شعرية الرومانسية غادي تموت إلى الأبد مع الحرب العالمية الأولى تقدر تبلك فروسية وشجاعة في آلف عسكري هجموا على حيث أنهم ماتوا كاملين ولكن من يجي موراهم آلف خرين ويوليوا كفتا ويجيوا آلف خرين موراهم ويوليوا كفتا وآلف خرين وآلف خرين غايتحول كل شي الجهنم أو اللي فيلم ديال الخليع الألمان تهلكوا فقرروا أنهم يجمعوا العسكر اللي يبقاوا ويتسنوا تيطح الليل ويعودوا يهجموا الألمان وخا كانوا شداد وباغين يموتوا في سبيل ألمانيا المعنويات ديالهم طحت كين فرق ما بين أنك غادي تحارب بالفكرة الرومانسية ديال الحرب وتموت وأنت تتحارب العدو ديالك الراس في الراس وما بين أنك تعجن مع الآلاف ديال صحابك تحت إعصار ديال العافية الألمان داب الخطة ديالهم أنهم يهجموا في الليل في الطو ديال النهار ومصيبك حلا فما بالك في الليل فهذا الوقت الصعيبة بدون الألمان تيتخادلوا تيتكاسلوا اللي غادي وقع دابا واحد الحاجة نورمال مول الألمان خاص يفتاخروا بها ولكن حيث ألمان يدي ما هو رمز ديال الشر فالتواحد ما تيديها في هاد القيصص البطولية العجيبة واحد سيد اسميته إيغيش لودندوف كان واحد من الناس اللي داروا الخطة العسكرية الألمانية في بلجيكا فعوض ما يدوز العطلة دياله في ألمانيا مشال بلجيكا باش يحضر الهجوم الألماني على الحصول البلجيكية ويتأكد بأن الخطة اللي شارك في تحضير ديالها غادة بشكل صحيح وصل خون الأرض المعركة في الليل فبدأتي يدور على الجيش ما فهموا له بغاي شرحوا ليه علش ما مزربوش تغياء للحصون روينا نايدا ألقى بأن واحد من القادر ديال الهجوم تقتل إيغيش لودندوف كان واحد الإنسان تقولوا عليه أنه ما تعرف شنو هو الخوف حجرة شنو دار جر معاه دوك خمسالاف عسكري اللي القائد ديالهم تقتل وزيدهم وسط الطلام في اتجاه العوافي المعماعة والحرقية نايدة والسيد غادي ما مصوقش إيغيش لودندوف ألقى في طريق دياله واحد البليسة صغيرة ما محميهش كانوا البلجيكيين تيبنوا فيها شي خندق شي العيبة وماكملوهاش فالقديك البليسة هادي كداز منهو وخلى الحصون اللي اللي مفروض أنها تحمي مدينة الياج خلها مرضهرو يعني لودندوف والعسكر اللي معاه زهقوا هنا غادي قمر لودندوف واحد تقمير أخرى وهي أنه غادي يمشي دخل المدينة ذاك الوقت تا واحد ما عارف شنو كين في المدينة الياج تقدر تكون عامرة بالعسكر وتقدر تكون ما محميهش المهم هو مشى ليها وخلى تشنضي الموره دخل إيغيش لودندوف للياج والسكان ديال المدينة استسلموا له مشى القلعة ديال المدينة اللي هي المركز ديال الدفاع مشى هز السيف دياله دقع ليهم في الباب قال ليهم استسلموا حلوا القلعة واستسلموا له شوف الزعامة دياله ديال السيد هنا تيبان التأثير ديال القائد العسكاري قائد بحل لودندوف يقدر بوحده يغير التاريخ وهدش اللي بيال لودندوف را غير ميتال ما زال في المستقبل غادي دير عتاني حويش خورين لودندوف احتل الياج ولكن ما زال للمان عندهم مشكل لأن الحصول البلجيكية باقف بلاستها وتتفرشخ فيهم في الحل كون ما كانوش ألمان كون ما لقوش الحل الألمان في التخطيط ديالهم منش حال هادي كانوا دايرين بحساب أن بلجيكا تقدر ما تستسلمش وتدافع بالحصول ديالها الحصول البلجيكية تبنات في الثمانينات ديال القرن 19 وفي الوقت اللي تبنات فيه كانوا مستحيل اختراق ديالها بأي مدفع موجود في العالم في ديال الوقت سوء الحظ ديال بلجيكا أنه في 1914 كانوا واحد المدافع اللي قدروا يختار قوها وهذا المدافع كانوا عند من؟ عند الآلمان اللي فيشكل في هاد القضية هو أنه تا واحد ما كان عارف أن الآلمان عندهم هاد السلاح الجديد تا واحد ما كان عارف تشافوه جاي بش يدردق على الحصول بحالي للفردي ما زال ما تختار عشون توشي واحد تدبزو بالسيوفة شوية يجبد عليك الفردي يا خايبات التعاويد نديروا واحد المقارنة باش نفهموه الفرق ما بالمدافع القديمة اللي كانت معروفة وباللي عجب الألماني جديد المدفع القديم كانت وزنت قريبا 544 كيلو وتي له حقها ديفا الوزن ديالها 5 كيلو 5 كيلو 6 كيلو المدفع الألماني الكبير تيوزن 136 ألف كيلو القديم 544 كيلو الألماني 136 ألف كيلو المدفع الألماني تيلوح قديمة الوزن ديالها 900 كيلو القديم 5 كيلو الألماني 900 كيلو فرق هائل بنتهم تيخلع المدافع الألمانية اللي جيين في الطريق باش يكرطوا الحصول البلجيكية ماشي ساهل باش تجيبهم في الوقت ديالنا اليوم اللي عندنا وسائل نقل متطورة وآلات وهكاكو صعيب تهزم تهزم دافع بهذا الحجم وهذا الوزن والترون سبورتيهم فوق الأرض الوسيلة اللي تستعمل عادة هو البطوات القبار حنا دابا في 1914 دكشي ديال الطموبيلات والكاميونات يالله قال بسم الله في الدنيا زيد على هذا أن بلجيكا هرسات البنية التحتية هنا مرة أخرى تيبان التفوق الألماني ألمانيا خاصة تنقل مدافع مفرقين تتوصلهم لأرض المعركة فريق فيه مئات ديال التقنيين خاص يركبوا ويجمعوا المدافع خاص يحفروا حفرة ويديروا السيمة السيمة خاصة تنشفوا توجد وخاصهم قبل ما يتيري ويرجعوا واحد تلتميات متر اللور ويخدموا المدفع عن بعد بالتحكم الإلكتروني هاد شي كامل درته ألماني المدفع الوحش منتي تركب وتيشد بلاستو خاص ماشي غير ترجع تلتميات متر اللور خاص تدير على عينيك وودنيك ونيفك خرقات ديال اللقطن وخاصك تبقى حل فمك من المدفع يضرب خاص فمك يبقى محلول وإلا الطبلة ديال اللوذن غاد تفرقع هادو دابا اللي تنهضوا عليهم راهمور المدفع تخيلوا اللي غادي تجي فيهم الضربة المدفع الألماني تيدرب القديفة تدير قوس في السماء طول دياله كتر من كيلومتر دقيقة والقديفة في السماء طايرة وتتنزل من بعد بكل التقل وبكل الضمار ديالها على الحصول البلجيكية نساوا دك شي اللي داروا البلجيكيين في الألمان المدافع الألمانية ضصات الحصول البلجيكية بواحد الصرعة خيالية دوباتهم في معركة الياج تلاقى العالم ديال القرن التسعتاش مع الكابوس والويلات ديال القرن العشرين الحصول اللي كانت قادرة تقاوم أي هجوم غير عشرين سنة فاتت ولا تدابقكم شديل طراب في هاد النهار المدافع الألمانية المخيفة بدلات الواقع اللي كانوا الناس يعيشوا فيه العالم تبدل الضمار ديال الأسلحة الجديدة بداء وما غاديش يسالي كنا هدرنا في الحلقة اللي فاتت على أن دخول ألمانية البلجيكا كان من أكبر الأخطاء اللي دارتهم ألمانيا في التاريخ ديالها ألمانيا غادي تزيد تكحلها وغادي تغدي البروباغاندا ديال الحلفاء ألمانيا بدأت تقتل المواطنين البلجيكيين أي واحد شداته تيدير شي حاجة ضدهم مثلا تيريب شي قنطراء ولا تيردم شي طريق تشدو تقتله أي قرية كانت حدا شي قنطراء رايبة الألمان تيديرو لها عقاب جماعي كل شي تمشي فيها الألمان كانوتي يأخذوا رهائن غدا توقع شي حاجة معجباتهم مش تقتلوا الرهائن هاد الممارسات الألمانية كانت بالنسبة للبروباغاندا للحلفاء جاجب كامونا فبدأوتي هدروا على اغتصاب بلجيكا هذا هو الاسم اللي كانوتي يعطيوه اغتصاب بلجيكا وبدأوتي يضخموا الأحداث خصوصا الصحفة البريطانية بدأوتي يضخموا الجرائم الألمانية تيزيدوا فيها تيزيدوا العطرية بعد المرات تيتساءل الإنسان كيفاش الألمان اللي كانوا سابقي العالم في مجموعة المجالات فلسافة علوم الفن الأدب الصناعة في المجيتيوم كيفاش تيديروا بحل هاد الأخطاء الفادحة لأي واحد عنده شوية ديال العقل ما يديرهاش وماشي غير تيديروها تعودوها لأن في الحرب العالمية التانية دارت ألمان هي أخطاء مشابهة وقيلة الصوحية ديال الألمان في التعامل كي نفط طبيعة ديالهم لأن الألمان تبيناتهم الألماني تعرف غير جود والديسبلين لما تبعش القانون تتعاقب بشدة من واحد الناحية هاتش مزيان ولكن من الناحية أخرى تعطيهم سمعة خايبة خصوصا في العلاقات مع دول أخرى الألمان ما عاقوش بأن هاد الخاصية اللي عندهم يقدروا يستعملوها الأعداء ديالهم باش يصوروهم بأبشع صور تعامل الألماني مع البلجيكيين زاد أكد هاد الصورة الخايبة على ألمانيا ألمانيا شوية بحل ذلك اللي تدير الظبلة وما تبانش له فيها التشيعيب حيث بالنسبة له هو تتبالي منطقية وحاجة مزيانة في الوقت اللي كانوا الألمان تقتلوا أي واحد شكوا فيه وتديروا عقب جماعي وتقتلوا الرهائين هم عند بالهم رأي مزيان باش يطوعوا يربيوا البلجيكيين يعني مزيان ديسيبلينا هذا يعني هكو هكو مولي فيه الألمان هكو الطبيعة ديالهم الناس أخرين كلهم مصدومين والبروباقاندا ديال الحلفاء خداما هات الصورة ديال الوحش الألماني اللي تقتل الأبرياء وتي يأكل الأطفال وتي يغتصاب باقتل يوم ما زال ما ما تحيدات مية في المية من الألمان ما زال ريح تشحمه الشاقور تخيلوا كون ألمانيا تعاملات مع الدول الحياد بشكل مزيان كون تعاملات مع بلجيكا بشكل مزيان كون أضعف الإيمان تعلمات من الأخطاء ديالها وما عودتهم شفتاً في 1939 كانوا بعض القادة الألمان اللي فهموا أن ألمانيا كانت تعامل ديالها قاصح مع بلجيكا هلموت فون مولتكا الرئيس ديال أركان الجيش الألماني كانت يقول نعم قصحنا مع بلجيكا ولكن ره بزز منا ره مسألة حياته وموت بالنسبة لألمانيا فون مولتكا كانوا واحد من رسوله على أكثر طرق إنسانية في خوض الحرب شنو هي أكثر طرق إنسانية في خوض حرب فون مولتكا قال لهم أنك تسالي الحرب بالزربة ماشي مهم الضحايا ماشي مهم الوحشية ماشي مهم التعامل القاصي المهم ما تطولش بحال داك المنطقة ديال البوكس إلى الملاكي من ضرب الخصم الضربة القاضية في الدقيقة الأولى أحسن وأكثر إنسانية من أنه يبقى يضرب فيه 12 جولة وهو تقريبا نفس المنطقة ديالشي وحدين على المريكان من ضربات الجابون بالقنبلة الدرية والقنبلة دارت كارتة إنسانية ولكن سالة الحرب يعني النتيجة في الآخير أفضل لأنك غادي تنقض أرواح كتر وغادي تنقص من المصايب ديال الحروب طويلة الجيش الألماني كانت يدوز من شي قرية تتيري فيه شي قناص بلجيكي والتي اسمع غيقر طعسي قدر قاعد ما يكون شي قناص ولا هذي فالألمان تفرش خود ديالقرية كلها في المنطق ديالهم ما التزمتوش بالأوامير ديالنا غرربيوكم وفي نفس الوقت غا تكونوا عبرة للقورة الأخرى باش ما تديرش نفس القادية معنا لالما ندروتش فعلا ولكن أو تاني ما خصناش ننساو الكذوب والمبالغة ديال بروباغاندا ديال الحلفاء اشتي ديرو كانوا مثلا تشدو تصاور من قبل الحرب ما عندهم تعلاقة بألمانيا ضحايا من روسيا ولا شي منطق أخرى وتيكتبو تحت تصويرا الضحايا ديال بلجيك بنادم ديك الوقت ما عندوش مش يتأكد اللي عطيتي هاليتي سرطة الصحفة الانجليزية كان عندها خيال خصب اختار عاد العجب ديال القيصاص اغتصابات جماعية ضد ابنات ضد أطفال تقطاع ديال الدين ديال الصغار الكانيباليزم ما خلوا ما اختاروا واحد السؤال اللي ما زال ما سولناش هو هات القربالة كول جيك الارض وفي نوم الحلفاء كينون ما كيناش يعني هاتش كلون هيدو وفي نوم الحلفاء الجواب جين في الطريق بريطانيا بدت تدير الانزال ديال العسكر ديال في السواحل الفرنسية باش تعاون فرنسا فرنسا قريبة تكمل استعدادات باش تدير هجمة مضادة والرواسة فاجئوا العالم كامل لأنهم كانوا سرع من المتوقع وقربوا الشرق الماني مين هدرنا ديك المرة على الخطة المانية اللي تتسمى خطة تشليفن قلنا أن الالمان خاص يدوزوا من دول محايدة ويهجموا بكل القوة ديالهم على فرنسا رئيس أركان الجيش الالماني هلموت فون مولتك ما تبعش البلان بالحدافر دياله أولا جاه الهولندا تماما ركز على بلجيكا كدولة عبور ثانيا ما صيفتش الجيش كامل خلق واحد الباراكا باش يدافعوا إلى حمادة القادية في الشرق شحال هادي في الحروب ما كانش الوضوح بزاف شنو تيدير الخصم ديالك ما كانوش الوسائل الحديثة اللي عندنا اليوم باش تعرف بالضبط العسكر فين غاديين وشحال بيهم وشنو جايبين شحال هادي كانت يوصل للجيش هتا تعرف أش غا يوقع فرنسا كانت عندها فكرة أن للمان غايدوزوا من بلجيكا ولكن ما حال بهم ما نعرف شنو جايبين معاهم ما نعرف يعني ما وصلت المعلومات تكنوا للمان دخلوا لبلجيكا فرنسا عندها حدود طويلة في الجهة الشرقية ديال من سويسرا والطاليا في الجنوب تل بلجيكا في الشمال هات الحدود كاملة خاص فرنسا تحصنها القادية صعيبة لأنك انت ما عارف شنو العدو ديال كتير بالضبط ففرنسا كانت عوالة على بريطانيا أنها تعاونها في الحدود الشمالية عوالة على الإنجليز اللي بينها وبناتهم غير واحد تيفاق خفيف بريطانيا التهية مخصاش تغامر بعدد كبير ديال العسكر حيتي لمشت بريطانيا الفرنسا ولالمان هاجموا بريطانيا اش كلها يدافع على بريطانيا في آخر المطاف صيفتات بريطانيا سبعين ألف عسكري موزعين على خمسة الكتائب خمسة الكتائب رهما والو لالمان مصيفة الجبهة الغربية خمسة وتمانين كتيبة في الحلقة الجاية غادي ندخلوا للمعقول غادي نعيش الأحداث بداية ما يسمى بمعارك الحدود بين الجيش الألماني وبين جيوش الحلفاء خلينا في الحلقة اللي فاتت مع بريطانيا اللي سيفطت سبعين ألف عسكري بش يعاون فرنسا في الحدود الشمالية وفرنسا اللي معرفة فين تعطي الراس وتاية توجد بش تدير هجمة مضادة ومع العالم توجد دابة للساعة المعلومة معارك الحدود اللي غادي تلقوا فيها البلدان الكبار سالات الهضرة سالات التنبؤات أرى لي المعقول هضرنا على ذك التصادم دي القرن 19 مع القرن 20 الجيوش اللي غادي تشارك في هاد الكارثة الإنسانية دخل الحرب في زمن جديد ولكن بعقلية قديمة الجيش الفرنسي مثلا داخل الحرب باللباس تشبه لللباس القديم دي الحرب الفرنسية الألمانية في 1870 لابسين جاكتات زرقين طوال من اللور وأسرا والحمر بحال التي يقولون الخصم ها احنا هنا تيري فينا والقادة دي العسكر كرف لابسين طرابش بوياد وليغات بيضين والسيف والعاود والريش تلمي دفعية تقيلة ما هزين هاش معهم زع ما بشي تحركوا بسرعة ورياحية تخيلوا هاد الجيش هادا من غادي تحفيد الماكينة الألمانية جيش دي العالم القديم داخل يحارب في العالم الجديد فرنسا غادي دفع الثامن غالي على هاد القضية وخاوكاك فرنسا كان عندها الظهر حيث كان عندها واحد القائد أسطورة واحد القائد اسمته جوسف جوفخ هاد الجنرال الداهية كان الرجل المناسب للوقت المناسب جوسف جوفخ كان واحد القائد تحاجمت الديرونجي أعصابه بارده تلاجر ما تيعرف لا خوف لا سترس مكالم مع رأسه هاد اللي كان يتهاده غادي ينفعو فرنسا في هاد الوقت الصعيبة خصوصا في بداية الحرب اللي كانت خالوطة جالوطة والخواض نايد وكل شي تلف إلا تخلعتي ودرتيرو دفع السريعة تقدر تخسر الحرب هنا فين غاتبان الأهمية دي القائد عسكاري بحال جوزيف شوفخ في المقابل ديال جوزيف شوفخ عدنا القائد الألماني هلموت فون مولتك إنسان مختلف تماما إنسان تتحس بحالي لما حاملش قاع المنصب دياله كانت يقول لهم أنا أهم حاجة عندي في حياتي هو الفن هو الفنون فهو ديج بحالي لغيم زرف بسبب الفاميلة دياله في العمل العسكاري وزيدها أن الخطة الألمانية ما غادش مزيين الخطة الألمانية شليفن بلان اللي هي في الحقيقة ديالها تقميرا ألمانيا مقمرة على بزاف ديال اللي هو يجي صدقه ألمانيا ما كانش تتوقع أنها غادي تمرمد لهذا الدرجة هذي في طريقها الفرنسا تقميرا ديال بلجيكا ما استقعتش وتقميرا أن بريطانيا ما غادش تدخل الحرب تهي تتعرفوا داك المثال اللي ما عندو هم تولدولي حمارسو في 15 أوت 1914 غادي تزاد لهم عقلتو على سربيا نسيناهم شوية يك البلان اللي كان أن الإمبراطورية النمساوية غادي تزرب على سربيا بالخف طف طف وسالين ما كانوش عارفين بأن السرب واحد مساخة الوليدين من نوم مكين في هذي النهار هذا 15 أوت 1914 غادي يعطي الجيش السربي قتلى ديال العصال الجيش النمساوي غادي بلعيب ديال الجيش النمساوي بواحد طريقة تتحشم العسكر العسكر ديال النمساوي بكترة الهالة اللي جاهم والمعنويات اللي طاحت واللوتي هربوا وبثاف منهم غرقوا في واحد الواد سميته ديرنا غرقوا واحد الحالة تشفي العديان دبا ألمانيا اللي عوال على للا النمسا أنها غادي تهنيها من صداع سربيا وفي نفس الوقت تحامي معاها في الجهة الشرقية ضد الرواسا جا دولة صغيرة بحل سربيا شوهاتها الفقيل اللي ترجينا باركتو دخل الجامع بلغتو سربيا اللي لا على قوم قديتوش عليها وشنو غديرو مع الجيش الروسي منيوصل هات قمير أخرى خرجت في الزيرو زيد مازال خير جوزيف جوفخ في 14 أوت بدأ هجوم على الألزاس واللوغين المناطق اللي في الأصل ديال فرنسا واللي سرقاتهم ألمانيا بعد الحرب ديال 1871 نجيو دابل أكبر تقمير قمرتها ألمانيا وهي أن ألمانيا تسالي مع فرنسا بالزربة قبل ما يوصل الجيش الروسي إواسي ديالجيش الروسي وصل الألمان مازال مقاتلين في بلجيكا والحسابة ديالهم كل خرجت في الزيرو إنسان بحل فون مولتك غايت ستامسكين قلنا أن فرنسا كانت عندها فكرة أن الألمان غادي دوزوا من بلجيكا ولكن ما عارفين شحل غادي سيفطو ديالجيش وشنو هزين ودكشي فدوك الجنرالات الفرنسيين اللي مشتتين على الحدود ديال فرنسا كل واحد فيهم خايف لجه طربة من جهته صرتو واحد خونة اللي في الشمال في الحدود البلجيكية الفرنسية واحد السيد اسميتو شاغل لونغيزاك عياما يصفت هاد شاغل هاد عياما يصفت الجوزيف جوفخ راه لالما جيين راه الطربة غادي تجي من هنا عاونونا راه القادية حامدة جوزيف جوفخ كم قلنا أعصاب باردة صيفت الهجمة على الألزاس واللورين وقال لجنرال لونغيزاك قال لي مشي مشكل خلي الألمان يتكبو من تم ما حنا غادي ندخلو من تحت ونتقلبو عليهم شي بغايت تقلب علي شي الألمان في الخطة ديالهم بغين يتقلبو علي الجيج الفرنسي من مور ظهرو والجيج الفرنسي بغي يدير نفس الطريقة يعني بحل بحل قطو الفر الجيج الفرنسي من تخلي الألزاس واللورين شنو داروا الألمان رجعوا اللور وخلوهم يغرقوا يعني الألمان باغا الجيش الفرنسي اللي في الجنوب باغا يبعد ما يرجعش يعاون الفوق من طربة الصحيحة تبدأ روين ديال الحسابات والتقمار والكورونو خدام هاد فبقى عنده آمل وحيد هو أن قال زي سربي ويجي 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 يعاون معارك الحدود بدأت رسميا في 20 أوت 1914 بين ألمانيا وفرنسا جوزيف جوف صيف الجيش الأول والجيش الثاني الفرنسي لمنطقة اللورين الألمان خلوهم يدخلوا بشوية بشوية ويتقلوهم بالمدافع والقرطاس القائد الجيش الألماني اللي تتراجع هنا واحد الأمير اسمه غوب خيشت فون بايان ما زال كانت ديك اللعبة ديك لأمير تتاخد شي منصيب كبير في الجيش من بعد مثلا في الحرب العالمية الثانية سأل هاد اللعب ديال الدراري هاد الأمير هذا طلع ليه الخز من التراجع وخاذ كوة الدور دياله في الحرب هو وباغي البطولات والأمجاد والأوامير تتجيه أنه يتراجع فصيف طبرية في 19 أوت 1914 اللي هلموت فون مولتك قال لي هاو الدير هالجويوش الفرنسية وصلت لهم العظم راه تجاجب كامونها مجرت لين ما منضمين مود وهم تابعينا وحنا تنشحف فيهم راه ما بقى فيهم ما يجمع خليني نخصف بهم الأرض فون مولتك جاتوا الرسالة ديالغوب خيشت فجاوبوا قال لي سرع الله المؤرخين والخبراء تقولوا أن ألمانيا بهذا القرار هذا خسرت الحرب وتبع لي أنت الأمار اللي تحرم مع البراج يسبح فاطر في 20 أوت 1914 نهار من بعد الموافقة ديال فون مولتك الجيش الألماني هلك الفرنسيس سلاح المدفعية الألماني فرتكهم واحد العسكري كانت يعاود على أن كان 150 من صحاب وقالسين مفرقين على بعض ديالغوب دربات قاديفة وسطهم قتلت 71 دقة واحدة 71 ماتوا في البلاسق الجيش الفرنسي اللي كانت يلهت مور الألمان في منطقة اللورين كانت يمشي مجموعين ملاسقين مع بعض ديالغوب ما عندهم تشي حماية مهزين معاهم تشي مدفعية تقيل باش يطاكوا على رأسهم وتتنزل عليهم القدائف الألمانية بحال الرعد تقدرو تتخيل النتيجة كيغا تكون الجيش الفرنسي الأول والجيش الفرنسي التاني كلاو الهرماكا فبدأوا في التعالق رجعوا تجري للحدود جوزيف جوف بدأت يخمم فدش كيف ما قلنا ما كانش وضوح في المعلومات على الخصم فالاستنتاج ديال جوزيف جوف هو أن إلا كانوا الألمان شداد في الجنوب وجاتوا الخبار أن الضربة الألمانية ديال الصح كينة في الشمال من جهة بلجيكا إذا نقطة الضعف ديال الألمان هي الواسط يعني هذا الاستنتاج ما يمكنش الألمان يكونوا في كل المناطق عسبا هنا غير تاكب جوزيف جوف خطأ كبير لأنه مفرسوش أن الجيش الألماني مخلطين فيه القوات ديال الاحتياط عادة قوات الاحتياط تيكون عندهم دور تانوي الجيش الألماني حيث منشحال هدي تيوجد كان مقان تيقري القوات ديال الاحتياط في القوات العادية دكشي علش الألمان كان عندهم جيش قدو قداش فرنسا ما عارفاش هادشي قالوا مع راسهم ندخلوا من نقطة الضعف ونقطعوا الطريق على الألمان ونظروا عليهم هنا ينحصلوهم في 21 و 22 أوت 1914 جوزيف جوفغ غادي يبدأ الهجوم على هاد المنطقة اللي في الوسط هاد المعركة غادي تتعرف باسم معركة أغدان حيث وقعت في منطقة أغدان الغابوية فرنسا هجمت بالجيش الثالث والرابع تقريبا 360 ألف عسكري عند بالهم غادي يلقوا الألمان قلال المفاجأة يلقوا الجيش الرابع والجيش الخامس الألماني تيتس ناون تقريبا 380 ألف عسكري كتر من فرنسا فهاد المعركة غادي عودان يبلعب ديال دكش اللي هترنا عليه قبل أن هاد الجيوش كانت عندها فكرة قديمة ديال كل عسكري هاز الكلاطة واللسيف وتيهج مفتقة وحدة الشجاعة والتضحية والإقدام وواحد الحاجة أخرى مهمة مذكر نهاج هو أن التواحد ما كان لابس كاسك ديال العسكر كاسك اللي تيحميك كلهم كانوا لابسين غير بين قوسين غيطاء غيطاء ديال الرأس تجي القرطاص الفرانسيس جاي اللبسي اللباس بحل ديال السيرك هجموه بحل اللعمة تيسحابهم القضية سهلة طاحوا فيد الألمان أعطاوهم طريحة الناس اللي عاشوا هاد المعركة من الجانب الفرانسي تيعودوا قيصاص ديال الرعب كيفاش العسكر كانوا تيطاحوا في شبلايس تيجيهم تطق من كل جهة المدفعية الألمانية المتطورة كانت تضربهم اللي بعيد وهما ما عندهم تحل غير يهجموه وتقطع الأشلق ديالهم خمسة وعشرين ألف جندي فرانسي غادي تقتلوا في هاد المعركة في 22 أوت 1914 بلا ما نحسبوه عشرات الألف ديال المجروحين وعدد كبير منهم شندلين بالبيان تفكرتوا ديك المقولة ديال نابوليون اللي كان دافع كبير تيقول للدول الأخرى ما تقدروش عليها أنا تنضحي ب30 ألف عسكري في الشهر فرانسا خسرت هاد العدد في نهار واحد شفتوا العالم كيفاش تبدل شحال غادي تقتلوا في النهار الثاني والثالث والرابع شحال غادي تقتلوا في شهر شحال غادي تقتلوا في عام هاد البدية ديال المعارك في العهد الجديد ديال المدفاعية التقيلة اضطرات بشكل رهيب في النفسية ديال العسكر شي وحدين حماقوا حماقوا بالصح واحد الطابط فرنسي اللي حضر للمعركة ديال أغدين تعاود على التجربة دياله قل لك بضرب ديال المدافع ما تيحبش وما بين قاديفة وقاديفة تتسمع لغوات والبكة وهذا الشي بدون توقوف ما تيحبش يعني القنابل والبكة والغوات النهار كامل واللي الكامل وشتا والقادائف تتنزل من كل جهة من مدستي العرارم ديال الجوتات مقطعة وملوحة بزاف ديال العسكر حماقوا هذا الطابط الفرنسي تيقول على أن العسكر بدو تيحماقوا معارك الحدود ماشي غير بالثلاث الفكرة ديال العالم على الحرب بالثلاث توقعات كل شي كانت انتظر أن ألمانيا بسبب دوك التقميرات اللي ما صدقوش أنها غتي تخسر الحرب دابا من كل شي شاف كيفاش فرنسا في ضرف أيام قليلة خسرت رقم قياسي ديال العسكر بدأ الخوات تقدر ألمانيا تربح الحرب وتربحها بالزربة الصدمة كانت قوية بالزاف خصوصا الفرنسا ألمانيا من جهة أخرى ولت عندها معضيلة كاين الخطة الرسمية الشليفن بلان ولكن دابا تحلت قدم ألمانيا إمكانية جديدة أنها تقدر تقدر تخل لفرنسا بلا زيجزاق وش تحافظ على الخطة وتمشي فيها ولا كل شي تبدل هلموت فون مولتك خصويت تاخد القرار هنا وثاني المؤرخين تفلسفو وش هاد القرار هو اللي غادي يكون سبب في الخسارة الألمانيا غو بخشت البافاري ومصدعو خليني ندخل للا فرانسا خليني ندخل على فرانسا فون مولتك غادي سيفت بعض الجيوش اللي كانت غادل الشمال غادي يرجع على الجنوب وفي الجيوش الشرقية اللي قلنا أن الرواس وصلوا لها وبدو يهجموا على قورة ألمانية تماما فون مولتك غادي سيفت جنرالات اللي كانوا في الجبهة الغربية غادي سيفت هم الجبهة الشرقية هذا كان خطأ كبير وفون مولتك براسو اعتارف به بعد الحرب نرجع للخارطة ديالنا ركزنا على فرانسا والهزائم ديالها لونغيزاك اللي هضرنا عليه قبيلة اللي كانت يطلب جوزيف جوف يعاونه في الجبهة الشمالية مع بلجيكا وعطاه للمانطريحة ديال العسا واضطر أنه يتراجع اللور بحال بحلقاء الجيوش الفرنسية كل شي تسخر اللور نشوف داب النقالزا النقالزا وصلوب ديك سبعين آلف عسكري سبعين آلف رقم تضحك سبعين آلف كانت فرنسا تتخسرهم في ثلث ياب أول استيضام ألماني بريطاني غادي وقع في معركة مونس هاد المعركة اللي غادي اعتبروا هالنقليز معركة أسطورية في التاريخ ديالهم النقالزا غادي تساطحوا مع راس الحربة راس الأفعى ديال الجيوش الألمانية الجيش الألماني الأول اللي كان تحت القيادة ديال الجنرال أليكساندا فون كلوك أليكساندا فون كلوك كان واحد الجنرال أغريسيف عنيف حدا الجيش الأول الألماني كان الجيش الثاني الألماني ميتين وستين ألف عسكري تحت القيادة ديال كارل فون بيلوف حدا هم الجيش الثالث الألماني مية وثلاثين ألف عسكري بالقيادة ديال ماكس فون هاوزن هاد الجيوش بثلاثة داخلي اللي بلجيك صداء اللي غادي ينوض في معركة مونتس غادي يكون ما بين النص ديال الجيش الاول الالماني يعني مية وستين الف وما بين هاد سبعين الف عسكري بريطاني الالمان جايين في الطريق ما بيهم معليهم القاون نقال زي شدين مواقع دفاعية مور واحد القانات مائية الطول ديالها 40 كيلومتر يعني الالمان بخصوم يقطعوا الماء تحت القرطاص ديال العدو الالمان حاولوا يختموا المدافع ولكن الاغلبية القدائف زقلت النقالزا اللي كانوا مخبيين اللور في نفس الوقت بدأوا الموشات والفرصان تقطعوا الماء هنا النقالزا شرملوا الالمان الالمان استعملوا نفس الطريقة القديمة ديال الهجوم تصفتوا موجا مرموجا مرموجا والنقالزا تطيروا فيهم بواحد بواحد الجوتات بدأت تتعرم عوتان واحد العسكري بريطاني شارك في المعركة تعاود قال لك مفهمنا ولو كلنا مستفين بالمكاحل ديالنا والالمان تيجي وتيجري وعدنا بحل الحماق كلنا تنتيروا فيهم قال لك الريوس واليدين والرجلين تيطيروا في السماء دوبوهم طبعا النقالزا ما غاديش يقدروا يحبسوا الزحف الألماني حل مقتلوا ما غاديش يقدروا يحبسوا التصنامي الألماني فغادي يضطروا أنهم يتراجعوا هات التراجع هذا أي واحد يقدر يقول بأنه هو هزيمة أنك تراجعتي ولكن التأويل البريطاني التفسير البريطاني دياله هو اللي غادي يرضو انتصار لأن بالنسبة البريطانية العسكر ديالها واجهوا طوبل ديال العادة ديالهم ووخاها كاك الضحايا في الجانب الألماني كانوا كتر هذه كانت العادة ديال جامع الدول اللي مشاركة في الحرب أنها تتحاول تلقى البطولة وسط الهزيمة ولا وسط واحد المعركة اللي غير محسومة التراجع البريطاني والتراجع الفرنسي اللي كان قبل منه نقدرون نعتبروه نقطة تحول في استراتيجية ديال الحلفاء الفكرة اللولة قبل ما يبدأ الصح كانت أنك تهجم مش يترجع اللور تهجم ولكن الواقع ديال هاد الحرب الجديدة هاد الحرب المخيفة كان عنده تأثير على القرارات هاد التراجع ديال قوات الحلفاء من الجبهة الغربية تي تسمى بالعربية الإنسحاب العظيم الألمان تبعوا النقالزة ومرة مرة كانوا شي يوصلوا عليهم ديك الساعة كان بزز من النقالزة أنهم يدوروا ويدافعوا على رأسهم وحدة من هاد المرات اللي وصلوا عليهم تقتلوا فيها تمنالاف عسكري بريطاني تمنالاف بالمقارنة مع القتلى في صفوف فرنسا وألمان يرى عدد قليل ولكن من تكون تتحارب بسبعين آلف ويطيحوا تمنالاف هادة يعني أن أكثر من عشرة في المئة ديال الجيش ديالك مشى في النهار الاتجاه ديال الحلفاء في التراجع هو باريس إلا شفنا دا بالصورة كاملة غادي نقولوا الألمان عندهم لا فونتاش ولكن ما خصناش ننساو العامل اللي ديما تنهضروا عليه العامل ديال الوقت بالنسبة لألمانيا الوقت ضد ألمانيا والحلفاء عارفين هادش جوزيف جوفخ رئيس أركال الجيش الفرنسي ما عندوش مشكل كبير مع الألمان دخلوا الفرنسا وغاديين باتجاه باريس لأن الأخبار بدأت تتوصل أن الجيش الروسي وصل لألمانيا فإلى قدروا الحلفاء يعطلوا ألمانيا في الجبهة الغربية الرواسة غادي يدخلوا لبيرلين وألمانيا غادي تخسر الحرب إذا المهم مده باشنو هي هي تسخصخ ألمانيا واتطول عليها الحرب في الجبهة الغربية في الحلقة الجاية غادي نطيروا طليلة قصيرة على الجبهة الشرقية نشوفوا الجيش الروسي اللي وصل لألمانيا وشنو داروا معه الألمان ومن بعد غادي نرجعوا للجبهة الغربية ونعيشوا الأحداث ديال وصول الألمان لضواحي باريس خليناها في الحلقة اللي فاتت مع العسكر النقلزة والعسكر الفرنسيين غاربين باتجاه باريس والماكينة الألمانية تابعهم هاد الانسحاب اللي تتسمى الانسحاب العظيم ما توفيه بزاف واللي حس بالطربة كتر هو من نقلزة لإنه كان عندهم جيش صغير قلنا أن القائد القوة الفرنسية جوزيف جوفخ ما كانش مخلوع من التوغول ديال ألمانيا في فرنسا حيث الفلان ديالو كان هو يعطى الألمان حال مقدر باش الرواسي يقدرو يدخلوا لبرلين من الشرق ويهزموا ألمانيا الرواسي اللي فاجأوا كل شي حي توصلوا بالزربة لحدود الألمانية تواحد ما كان متوقعات السرعة اللي تتحركوا به الرواسي بعض المؤرخين تفسروا هذه السرعة للرواسي بأن روسيا كانت تباغي الحرب تنوض وكانت موج جدالها الرواسي كانوا ديجا حاطين جزء كبير من الجيش ديالهم في بولونيا فمن ناضط الحرب محتاجواش يجيبوا العسكر من جميع المناطق في روسيا كان ذك شي وجد قريب إذا قبل ما نشوفوا تتمة الأحداث في الجبهة الغربية نديروا طليلة على الجبهة الشرقية الرواسي كانوا فعلاً وصلوا لألمانيا وبدو تيهجموا على القرى والمدن اللي قريباً للحدود المشكلة ديال الرواسي هو أنهم عندهم جيش لا راس لا سس مرون لا نظام لا ديسيبلين لا استحمص وهذا القضية كانت ديما عند الرواسي على مر التاريخ يعني في بداية أي حرب تيكونوا لا علاقة كارتا ومع مرور الوقت تيبدوا يقدوا ويصوبوا تيولي وجيش واعر في البداية الحرب العالمية التانية الرواسي وحلو غير مع فنلندا فنلندا اللي والوا مرمداتهم ولكن في نهاية الحرب العالمية التانية كان عند روسيا واحد من أعظم الجيوش في العالم قلنا في الحلقة اللي فاتت أن هلموت فن مولتك رئيس أركان الجيش الألماني صفت جوج ديال الجينيرالات اللي كانوا في الجبهة الغربية صفتهم الجبهة الشرقية من شاف أن ألمانيا ما يقدع لها التواحد في الغرب هاتجوج الجينيرالات اللي صفت فن مولتك هما باول فن هندنبوغ والأسطورة إيريش لودندوف داك اللي كان عندو دور بطولي في معركة ليش هندنبوغ و لودندوف وصلوا لجبهة الشرقية تلقى بهم واحد الضابط اسميتو ماكس هوفمان هاد ماكس هوفمان كان واحد النمس استراتيجي وار داك شاء لش كتوب التاريخ تتهدر عليه وخا هو غير ضابط ماشي جينيرال ولا شي حاجة كبيرة ماكس هوفمان اللي دوز الوقت دياله كامل في الجبهة الشرقية بدأت يشرح الهندنبوغ وليدندوف في الوضعية قال لهم الرواسة وصلوا الالمانية بنصف مليون ديال العسكر الجيش الالماني اللي سيواجه مئة وخمسة وسبعين الف يعني خمسمائة الف ضد مئة وسبعين الف الرواسة مقسمين الجيوش ديال الجيوش الجيش الأول والجيش الثاني المنطقة التي تحرك فيها هذه الجيوش منطقة عامرة بالويدان والغابات والمستنقعة يعني صعيب يعونوا بعضياتهم من تنوض المعماء القضية المضحكة واللي تتبين الفضيحة ديال الرواسة في هذا الوقت هو أن الالمان كانوا تيلتقطوا الرسائل ديال الراديو ديال الرواسة مصيبة الرواسة كانوا تصيفطوا بعضياتهم بريات بلاكود زيد على هذا أن الالمان كانوا قتلوا شي ضابط روسي والقوف جيبوا الخطط العسكرية الروسية مشاكل الكم ديال المعلومات اللي كانت عند الالمان كان كبير لدرجة أن الالمان برأسهم بدأ وشكو يكمل الرواسة دير اللي ومش يخو دعا ولا دك شي معيق باش الرواسة يكملوها ويجملوها القائد ديال الجيش الأول والقائد ديال الجيش التاني ما تيحملوش بعضياتهم الشعرة تيكرهوا بعضياتهم هذا الشيء كامل كانوا الألمان عارفينه وكانوا عارفين الخطة الرواسة شنو هي الخطة الروسية هي أن جيش يمشي من الشمال وجيش يمشي من الجنوب ويشدوا الجيش الألماني بحل اللقاط بحل الكماشق يعني هاتجو الجيوش غادي تفرقوا على بعضياتهم وبين هاد الجيش وهاد الجيش كينها الطبيعة الصعيبة يعني ما غاديش يقدروا يعونوا بعضياتهم الفونتاج الأخر اللي عند الألمان والتي بيين تفوق التقني ديالهم هو أنهم كانوا تستعملوا طائرات تطلاح كانوا تستعملوا تسيبالين تشوفوا الرواسة أشتديروا من السمق الألمان عوتاني كانوا تعرفوا الجغرافية ديال المنطقة حسن من الرواسة لين بلادهم شنو هي الخطة الألمانية الخطة هي أنهم يتناوا تيتفرق الجيش الروسي الأول والجيش الروسي الثاني ويهاجموا كل واحد فيهم بحده هنا غادي حلوا المشكلة ديال التفوق العدادي اللي غايعا أول الألمان فهذه الخطة هو أن الرواسة مفرص هم والو ما عندهم تم علومات شنو الألمان تعرفوا عليهم وشنو تيوجدوا لهم الرواسة سينعم هم الألمان بدأوا بالزربة تيوجدوا الطرقان تيوجدوا المواقع ديالهم تيوجدوا المصايد باش يضربوا الجيش الثاني الروسي بالقيادة ديال سامسونوف سامسونوف بحله بيال غادي شد الطريق ما عارف شاستي تسنح سامسونوف طحف المصيد أول جروب ديال الرواسة تلاقوا مع جروب ديال الألمان الألمان فاهمين الفيلم الرواسة ما فاهمين والو الألمان بدوا تيقتلوا فيهم الرواسة اعطوا هالتعالق راجعين اللغر سامسونوف يلا بدي بدي يفهم عاقب القضية حامضة بغا يدير النسيحاب القاف فات الفوت العلمان ضاروا على الرواسة وقطعوا عليهم الطريقة ديال النسيحاب العسكر الرواسة شدتهم الخلع تفعفعوا تزعزعوا ملقوا فين يعطيهم الراس شي وحدين بدو تيلوحوا السلاح وتيجري وبحل حماق سامسونوف دخلوا الهلاع بدت يويل تزاد عليه الحال شوية ناض مش تخل الغابة تخب وسط الشجر وقتل راسه باش ما يوليش آسير عند العلمان العلمان شدوا الجيش ديال سامسونوف دبحوه هاد المعركة اللي تتسمى معركة طننباك واحد المجزارة من أقبح المجازر اللي ستتعرف الحرب 78 ألف روسي تقتلوا ميات ألف آسير تشد يعني تقريبا الجيش الروسي التاني كامل مشاخلة زيد على هذا أن الألمان خدوا للرواسل أسليحة كاملة ديالهم الألمان احتاجوا 60 تران باش يترانس بورطة والغنيمة كاملة لألمانيا الخسائر الرواسل فرنسا وبريطانيا الموت ديال إنسان واحد مأساة والموت ديال مليون واحد مجرد إحصائها يعني الموت غادي يفقد المعنى دياله من يولي والناس تيولي وكفت بالآلاف يوميا الناس اللي عاشوا الحرب وما ماتوش عودوا لنا سنوات من بعض الحرب على ذك الشي الرهيب اللي شافوه بعينيهم أشياء ما تيصدقهاش العقل وما يقدر تي إنسان يتحملها لأنه فوق الطاقة ديالنا في وقت الحرب ما كانوش تيقدرو يقولوا لنا الحقيقة حيث تدولا ما تبغي الشعب ديالها يعرف على جهنم لنا أيضا فمن بعد الحرب بدأوا المعلومات يخرجوا للنور من بين الناس اللي عاشوا الأحداث ديال الانسحاب العظيم الحلفاء اللي هاربين باتجاه باريس والعلمان اللي تابعينهم واحد الصحافي بريطاني اسميته فيليب قيبس هاد السيد كتب كتاب بعد الحرب من أشهر الكتب اللي تكتبات على الحرب العالمية الأولى الكتاب اسميته Now it can be told ترجمة قريبا هي دابا قدروا نعودوش نوقع قيبس تي عود لنا على هاد المأساة الإنسانية اللي ما نقدروش نتخيلو الحجم ديالها إلى ما عشناهاش مئات الآلاف ديال الناس هاربين الناس يموتوا بالجوع فين ما مشي تيبنا دم لوح هاللي مقطع هاللي محروق الريحة ديال الاخنز ديال الموت والدم والأمراض تتخرج من كل بلاسة قراري الصغار تيبكيوا بالخلعة بالجوع الناس الكبار تيطيحوا بحال الدبان تال بلاسة فين تحط الجوتات ما كيناش وتسونامي ديال الناس تيجيوا بعشرات الآلاف موجة مرموجة مرموجة هاربين من العلمان فيلم ديال الخليع تراجيديا بشرية بكل ما تحمل كلمة من معنى والتي خلع أكتر هو أن هاد المأساة يالله بدات يالله بدات في هذا الوقت ما زال ما شفناش صورة كاملة بعض المؤرخين تيطرحوا واحد السؤال يستحق نفكروا فيه واش ما شيمل الأحسن كون ألمانيا ربحات الحرب بالزربة أشغى يقع المكان الألمانيا في أوروبا ستزيد شوية وصف واش هك ما شيم من الفيلم ديال الرعب اللي جاي صور أن الملايين اللي غادي يموتوا ما يموتوش صور أننا نقدر نتفادوا النازية والحرب العالمية التانية بكل ويلات ديالها نتفادوا الحرب الباردة وزيد وزيد لأن هذا شي كامل كان تبعيات ديال الحرب قلتوا على هذه المقارنة اللي درنا مع ماتش البوكس أنك تضرب الخصم وبضربة قادية ويسالي الماتش حسن من أنك تهلك كعصة 12 جولة نرجع السيناريو المؤسف الذي يقع بالصح الحلفاء هاربين باتجاه باريس والعلمان تابعينه وكل عارف أن هذا المطاردة هذه ستسالي بواحد المواجهة كبيرة نورمال المشكل هو أن الحالة ديال الجيوش لا الحلفاء ولا الألمان حالة مزرية هاد العسكر كانوا تيمشيوا عشرات الكيلومترات على رجلهم كل نها النعاس والو الماكلة قليلة اللي مهرس اللي مشوقر اللي مريد إلا شفتيهم غايصحابك زومبي حيو ميت بسبب الطريقة كيفاش كانو تيمشاو تسمات المسيرة ديالهم مسيرة النعاس حيط كانو تيمشاو منونخين بحال شي واحد تيطيح بالنعاس لدرجة أن شي وحدين كانو تيحبسو تيحبسو تيبقوا في بلاسهم الجسم ديالهم ما بقاش قادر يزيد خطوة وحدة واخد ما هم عارف بأن الألمان قد يجي وقتلوهم إلا بقوا حابسين من جهة الألمان تهو ما عندهم مشاكل كبيرة باش تبقى تابع جويو شهرب منك كل نهار عصارات الكيلومترات ديال المشي وكل مرد خلف معراكة والمعونة تجي قليلة را ما سهل تلق نابل ما بقوش كافيين ولا وتيق تصدو كل فرقا ولا عندها عدد محدود ديال القنابل كين فرق كبير بين النظاري والتطبيقي في النظاري تيبان كل شي زوين وسهل ولكن في الواقع طبيعة الإنسانية تتلعب دور مهم الناس تتعي تتجوع تتمرض تتموت تالل المان خسروه بزاف ديال العسكر زيد على هذا أن هيل موت فون مولتك حيد بزاف ديال العسكر من الجبهة الغربية وصيفتهم البلايس خرين الحاجة الوحيدة اللي كانت ما زلت تعطي الآمل للجيوش الألمانية هي أنهم قربوا الباريس تقولوا مع رأسهم غير يوصلوا الباريس ويحتلوها الحرب وهذه المعاناة كاملة غادي تتسال الحلفاء اللي هربين من العلمان كانوا في طريق ديالهم أي إشارة مكتوبة فيها باريس وش حال باقي من كيلومتر تحيدوه الآلمان كانوا غادي وما عارفين شوش قربوا ولا ما زل بزاف وحد ضابط ألماني تعود على واحد الموقف حضر له هو أن واحد الجروب ديال الآلمان لقوا في مفترق الطرق لقوا بلاك مكتوبة فيها باريس سبعة وثلاثين كيلومتر الآلمان شافوها بحال لشمو الكوكاين جهلوا بالفرحة بدوتي نقصوا بحال الحماق شي وحدين بدوتي عنقوا البلاك وتيبوسوا فيها شي وحدين بدوتي شتحو بدوتي يغني كل شي توقض كل شي ولا في الحماس بحال لما داز عليهم والو باريس على الأبواب وهذا البلاك أول داليل شافوه بعينهم العلمان على مشارف باريس الجيوش الفرنسية ديجك لا تدق جوج مرات عليه للألمان شنو اللي غادي يحمي فرنسا من هزي مخرا منطقيا للألمان غا تربح غا تربح ولكن هنا غادي يبان هادا كخون اللي هترنا عليه بساف قائد أركان الجيش الفرنسي جوزيف جوف هنا غادي تبان الأهم ميدي لها السيد الجنرالات دي الفرنسا متافقين على أن كون ما كانش هاد جوزيف جوف كون فرنسا هزهل موكلها لحوت جوزيف جوف هو اللي كانت فرنسا محتاجا في الحرب العالمية التانية وما كانش عندها خاص نفهمو الوضعية فرنسا في هاد الوقت باش نفهمو القيمة ديال صاحبنا جوف الحكومة الحكومة زدق شو علقت من باريس وبردو أبعد منطقة ممكنة كل شي يقف قف كل شي في حالة شبه استسلام القيصر الألماني ناشط يعني القادية السور غير مسألة وقت والألمان غير يحتل باريس جوزيف جوف بحل تلاجة أعصاب باردة أول حاجة دارها بدأت يغرب الجنرالات ديال الجيش اللي ماش يعصب ومقيد كركبو مع الباب برق في أقل من عشر أيام جرع مئة وربعين واحد أريوس كبار ماشي خوروتو جرع عليهم وعوضهم بناس مناسبين يستحقوا المناصب اللي اخداه حيدوا كل كانوا واخدوا المناصب غير بالنسب ديالهم ولا حيت عندهم شي منصب مداني كبير حيدهم وعوضهم بناس اللي مجربي الحرب وبيينوا أنك تعول عليهم في أصعب المواقف الرجل المناسب للمكان المناسب هاد الناس جداد حيث أولاد الحرفة ومجربين كانت عندهم القدرة على تشجيع العسكر والتهييج ديالهم جوفخ بدأت يجمع العسكر وتيحطهم في المناطق الحساسة تيجيب العسكر من أي بلاسة والتي ميخل على العسكر وخفش بلايس فرانسا محتاج العسكر بش يدافع الحدود جوفخ ممسوق تيجيب هم الباريس بدأ تيجيب الناس من المستعمارات تادو كل كانوا مضروبين ومجروحين رجعهم للجبهة منين ملقى هز في الترانسا ويجيب صوو بجوش ديال الجويوش جداد منوالو شوية بشوية داك لفونطاج ديال العدد اللي كان عند العرمان بدأ تيغبر جوفخ من النهار كامل تيضر على الجنرالات تيتشاور معهم تيصحح الأخطاء تينضم تيقاد وهد شي كامل كان تيديرو وهو مكالمي بحالي لا دق لي بارد البنش الألمان وصلوا لباريس في عواد ما يدخلوا لباريس نيشان دازوا من الجنب في الشرق ديال المدينة حي تبغوا يحبسوا العسكر للحلفاء اللي هاربين هنا غادي تتعطى الجيوش اللي كانت تتسنى بش تدافع على باريس غادي تتعطاها فرصة دهبية ما كانوش تيح المباح من دار الجيش الألماني باتجاه الشرق عرّع على راسه ما بقاش محصن فرنسا وصل لها الخبار وبنتلي على الهمزة ولكن فرنسا بوحدها ما غاديش تقدر على الالمان فرنسا محتاجة للقوات البريطانية تعاونها هنا غاديمشي جوزيف جوفغ غايتلاقى مع القائد ديال منجلزا واحد سيد سميتو جون فرنش لتي ضحك فرنش أن سميتو بالانجليزية تتعني فرنسي فرنش وكان ما تيحملش الفرنسيين كانت يستهزأ من الجيش ديالهم لإنما منضمش وكانت يسبي فيهم الخسائر اللي وقعت الجيش دياله المهم جوفغ تلاقى مع أخونا باش يقنعوا أن بريطانيا تهاجم العلمان مع فرنسا تخيلوا دابا جوفغ وهات فرنش مريحين ما تفهمو اللغة ديالبعضياتهم معهم مترجيم هات فرنش كاعي للوضعية وما بغي دير تشي حاجة وجوفغ انجلزا وهما الأمل الأخير دياله باش يعتق بلاته فهنا جوفغ غادي دير واحد الخطاب مزلزل مش تمنعاته هو نورمال مو إنسان كالم جوفغ غادي قل لفرنش وصلا تساعد المعقول هدي هي الفرصة ما خصناش نفللتوها خصنن ندخلوا المعركة بالناس كامل اللي عدنا وبدون تحفوظات من جهتنا احنا اعطيت الاوامير ديالي باش كل شي هاجم يطرى الليترا غادي نرميل جيش ديالي كامل باش نحقق النصر و باش نحافظ على فرنسا باسم فرنسا جيت عندك نطلب منك المساعدة بكل ما اتيت من قوة ما نقدرش نتخيل ان بريطانيا ترفض الدير الواجب اللي عليها في هاد الازمة الصعيبة اللي و كي سافي غادي نشوفو كيندير معركة المارن الاولى اسميت المارن على اسمية الواد لاماغن هاد المعركة اللي غادي تبدأ دابا من اعقد واغرب وابشع المعارك اللي داس في التاريخ قلنا ان الجيش الالماني الاول دار خطأ كبير انه بقى تابع دو كلي هاربين ومعارفش ان الجيوش الفرنسية اللي وجد جوزيف جوف تتسن الفرنسيين براس هم فهم والو شافوا الجيش الالماني دار ويعرع لجناب جوزيف جوف سيفت الامر ديال الجيوش كاملة بشتهجم قل لهم غادي ندخل دابا المعركة اللي غادي تحدد المصير ديال فرنسا تواحد ما يشوف مراح كل يزيد القدام باش نخرج العدو من بلادنا لما يزيد القدام يحافظ على البلاس اللي فيها وما يرجع اللور وخ يكون تمن هو حياته فهذه الظروف اللي احنا فيها اي ضعف او عمل جبان ما غادي ش نتساهل معه تدو كل اللي وصل مجرتلين ايام ايام هم هربي من الالمان تهم وصلتهم لأوامر انهم يدوروا ويحاربوا بنادم بحل الميت له لاسلح دياله وخصو يدور يحارب هنا تيبان طور ديال القادة جدا اللي حط جوف واحد من دو القادة قال للعسكر دياله الانتو ما ما بقى فيكم ما يجمع الالمان راه كتر منكم اللي غير بح هاد الحرب هو اللي غادي يصمد كتر نوض تهجمو اللي ما قدر شي ينوض لموت دياله حسن من حياته الحلفاء هجمو على الجيش ديال اليكساندا فون كلوك ويتحل قدام هم واحد الفجوة ما بين الجيش الاول الالماني والجيش التاني الالماني طول ديالها تقريبا خمسين كيلومتر فهاد الفجوة هاد دخلوا الحلفاء يعني الالمان وقع ليهم واحد السيناريو مكفس بحل شي مرض خبيت دخليك في الكرش وتقطع فيك من الوسط هاد المصيبة اللي وقعت الالمان ما كانش خوط طخط طول هال الحلفاء كانت غير زهر تجاج بكامونها وقعت في الحلفاء العسكر اللي كانوا وسط المعمعة براس هم تعجبوا والمقاومة العلمانية ضعيفة حيث العسكر ديال الحلفاء مع من كانوا تتلقوا تتلقوا غير مع الطرف من الجنب ديال الجيش العلماني ماشي مع رأس الحربة السؤال هنا هو علش الالمان الجيش الاول والجيش التاني ما يضروش ويتقلبوا بجوج على الحلفاء اللي يدخلوا بناتهم ويقضيوا عليهم الجواب سهل حيث كل جيش كان ديجة يدبز مع جويش اخرى فإلى داروا باش يحاربوا للوسط هادو كل كانوا يدبزوا معهم غادي تقلبوا عليهم بعبارة اخرى الالمان تصيدوا تصيدا خايبة هالموت فنمولت كا تهلك تحطم نفسيا الخطة الالمانية اللي سنين وهما تيوجدوا فيها تتفر تتدابق الدم عيني تخيلوا حجم المسؤولية اللي عليك تفاد السيد الحجم ديال ديال ضغوطات الناس اللي كانوا مع هالموت فنمولت كا عودوا لنا كيفاش ان السيد تهرس نهار تماما بطبيعة الحال المانية دارت اخطأ في الهجوم ديالها ولكن مخصناش ننساو الشجاعة والاستيمات ديال الفرنسيين كما تيقولوا الحق ما شهدت به الاعداء اليكساندا فون كلوك قائد الجيش الاول الماني نذكر هاجش شي من بعد الحرب مين كان تيوصف شن وقع قل لك ان عسكري يبقى تيدافع على بلاستو ويموت فيها هذا امر عادي فقع المعارك تيطر ولكن ان عسكري لعشر ايام وهو هربان جيعان نعاس قليل وتايلا نعستين عسكري في الزنقة ميت بالعيا مهلوك بحل الميت ان هذا العسكري هذا يحبس ويدور ويهس سلح دياله ويهجم عليك هذه حاجة فجأتنا كاملة هذا اليكساندر فون كلوك قائد الجيش الالماني الاول التي تيطر معركة الماغن الاولى كانت فاجعة انسانية في سيمان ديال القتال وصلات الخسائر البشرية الاكتر من نص مليون ما بين قاتيل وجريح ارقام انك خوياب الحرب يلا بدات ما زالين في الشهر اللول ديال المعارك وديجة تقتل مليون ديال البشر مليون في قل من شهر في الحلقة الجاية غادي نعيش احدى جديدة من هاد الكاريتة اللي غادي تحصد المزيد والمزيد من الارواح تواحد ما كانت توقع ان الحرب بهذا العنف وهذا القساوة غادي تستمر مدة طويلة كل شي كان عوال على الى تعد ثلاث قاع شهر شهرين صافي الجنرالات ديال الفرنسا من طلب من جوسيف جوف كاسكات ديال الحديد للعسكر عيوات دوك طرابش ديال السيرك اللي اللي لابسين شنو قل لهم قل لهم قبل ما يتصوبوا الكاسكات الجداد ويوصلوا للعسكر بشير يلبسوهم غادي تكون الحرب تسالت من حالة القيصر الألماني قل الجيوش دياله غادي ترجعوا قبل ما يطيحوا الأوراق ديال الشجر يعني الحرب ستسال قبل من الخريف واحد سيد سميته ارنست شاكلتن خرج في 1914 الريحلة استكشافية لانتراكتيكا في الطريق دياله تبع الأخبار ديال الحرب بالتليغراف وتهو التعجب من الحجم ديال الكارث الإنسانية تبع تسن فقش تسال الحرب شوية الباطو دياله وحلف التلج شكو اللي غادي يعتقو هو اللي معاه إلا بقوا قالسين في الباطو غايم موت شاكلتن دار قرار شجاع وتقريبا انتحاري اخذوا فلوكا صغيرة ودخلوا بهالبحار ديال أنتراكتيكا ومشوا وسط العواصف والبرد والتلج وقدرو يوصلوا اليابيسة ومن وصلوا اليابيسة ضربوا عتاني واحد طريقة عامرة بالجبال والتضاري الصعيبة وكانوا لابسين حويج مقطعين والمكلة قليلة يعني تكرفصوا تكرفصوا بزاف ونجاوب أعجوبة من تعتق هذا الشاكل سول على الحرب فقاش تسالت حيث كان تديك ساعة 1916 فكانت اظن بأن الحرب رمش حالة تسالت فجاوبه هو جواب اللي بقى مشهور في التاريخ حيث جواب خصير ولكن تلخص المأساة قالوا ليه الحرب ما زال ما سالت الملاي ماتوا أوروبا حماقت العالم حماق واحد الفرق كاين بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هو أن الحرب العالمية الثانية بدت بشوية وبعد مدة هذا بدت صح يعني كانوا حتى تدرج الحرب العالمية الأولى دير بحل شي قنبول دي اللي يد ترمات وكل شي تفرقع من الدقيقة الأولى بدأ المعقول الناس اللي عاشوا هاد الفترة هادي ما كانش عندهم تا شي حاجة يقرنوا بها حيث ما عمر التاريخ لحدود دا الوقت شاف شي مصيبة بحلقك الحاجة اللي ربما كانوا تفكروا فيها هي الحرب الروسية اليابانية اللي كانت في 1904 وطولات عام عامونس في الحرب الروسية اليابانية ماتوا فيها 165 ألف 165 ألف بساف هذه الحرب كانت تعتبر كاري تكبير 165 ألف في عامونس واو بساف في الحرب العالمية الأولى 165 ألف كانت يطيحوا في سيمان واللجوج 22 ألف فرنسي كانت يموت يوميا في أوت 1914 لا علاق لا مقارنة مع أي حاجة داست في التاريخ قبل من 1914 هاد شعلش مش غير الجنرالات والناس ديال السياسة كانوا تيقولوا أن هاد الفيلم ديال الخليع ما يمكنش يبقى غادي بزاف تال ناس ديال الاقتصاد كانوا تيقولوا نص الهدرة جون مينارد كينز هذا الاقتصادي المشهور كانت يقول الحرب ما يمكنش تكمل عام حيث الفلوس من تسالة الدول بززم الناد لقى حل سلمي هاد المنظرين تفاجئوا الدول ضحات بكل شي على وط الحرب اجبدأت المدخارات ديالها تسلفت الفلوس خربقات العملة ديالها ما تسوقت للتدخم العالم تخلف عصر جديد العصر اللي ولت فيه الدول قادرة على التحمل قادرة انها تبقى صامدة شهور وسنوات ولكن شنو التمن التمن هو الملايين ديال الخسائر البشرية والاقتصادية وش ماشي كان من الاحسن ان فرانسا وبريطانيا يخسروا معركة المارن اللي هدرنا عليها الحلقة اللي فاتت معركة المارن كانت النهاية ديال مجهود خرافي ديال الجيوش اللي شاركت فيها كل شي أعطى قاعد اللي في جهد العالمان كله العصاب البيان وخص هم ينسحبوا ذاك الخطة الألمانية اللي سنين وسنين والعالمان عوالين عليها مش أدخلا المشكلة هي أن الجنرالات والناس الكبار ديال العسكر مشي هم اللي في المعمعة هم مبعاد بمسافة طويلة باخير عليهم مريحين في بلاي نخص زوينين كومفورط وتيخططوا شنو خص العسكر يديروا هاد العسكر اللي وسط جهنم سهلا أنك تقول يالله نسحبه ولكن في أرض الواقع سهلا خصوصا من تعطيك كل مفجه أكثر تم جهة الحلفاء القائد ديال الجيش البريطاني جون فرنش صحابه صافي شهر شهر ونص يدخل لبرلين يعني وصافي قل ربحنا المار لذا نرى العلمان ديالنا ومشي غير بنادم المشكيل تسلاح القرطاس القنابل في نوم دكش اللي تحرق في الشهر الأول ديال الحرب مشي نورمال مثال الجيش الروسي كانت يصوب 35 ألف قنبولة في الشهر 35 ألف من بدأت الحرب ولا تستعمل 45 ألف في النهار مستحيلة 35 ألف تساوب في الشهر وتستعمل 45 ألف في النهار يعني شحل في الوقت باش يمشي قاعدك شي مخزن يعني بطبيعة الحال الجيوش كلها دخلت بكمية كبيرة ديال السلاح اللي كان مخزن عندها ولكن شهر ونص من بعد بداية الحرب كل شي يكح مور معركة المارن اللي هدرنا عليها في الحلقة اللي فاتت اللالمان بدأت ينساحبوا والفرنسيين والقالزة بعينهم والجيوش كلها مقادر تحارب بالطريقة اللي قادرين يحاربوا بها حيث القناب القلال وسلاح قليل كل شي بدأت يقتصد المؤرخ جي جي ماير تعود لنا على شنو قع مور معركة المارن في الكتاب ديالو A World Undone The Story Of The Great War تقول أن العسكر فرنسا والإنجليز طهروا بالفرح وتعجبوا بزاف من اللالمان بدأت ينساحبوا وخاها كالحالة ديالهم ما كانش تتفرح كانوا مهلوكين لدراجة أن جزء منهم ما قادر تيتحرك جي جي ماير نقل نشهادة صادمة ديالواحد العسكري إنجليزي شارك في معركة المار تقول فيها بعد خمس يام ونحن تتحاربوا هحنا ملوحين في الضص منهارين جسديا وميتين بالجوع وعندنا رغبة وحدة نتمنوها من قلبنا هي يجي شي واحد يتيري فينا يقتلنا ونتهننا هذو اللي يربحو اللي يربحو المعركة يقولوا هذي هذي الحالة اللي تتخلع زيد عليها قلة القنابل تقلات الحلفاء وما قدروش يتبعوا العلمان اللي هاربين العلمان كانت بطبيعة الحالة ديالهم كرف واحد العسكري ألماني من اللي شاركوا في هذ المأساة تي عاود قال لك هحنا هاربين وتتنزل علينا الشتخيط من تسمم خلطة بالقنابل في الطريق ديالنا جوتت ديال البنادم والحيوانات الطريق عامرة بالحفاري وفي جنوب الطريقين المدنيين الأبرياء وجوههم شاحبة اللي الألم مرصوم عليها واللي تي حاولوا يحميوا رأسهم وعائلاتهم من خطر كبير ديال الموت العلمان بقوا هاربين هاربين توصلوا لمنطقة أين هاد المنطقة فريدة من نوع وعطت للعلمان واحد لفونتاج وعر هاد المنطقة جتما بين كومبيان وبيغي وباك كين الواد اللين هنا وكين واحد المرتفع اللي الفوق دياله دير بحل البلاتو يعني الألمان طلعوا تجمعوا كلهم الفوق وتيتطلوا على الأرض تحتهم بحل الزربية واللي جاي يهاجم ما عنده فين يتخبه ربما هاد البلاصة كانت هي أحسن بلاصة استراتيجيا في الحرب كاملة الوامر القيصر الألماني طيّرهم لمنصب دياله اللي أقول هلموت فون مولتك هو إيغيس فون فالكنهين هدف فون فالكنهين كان من أكبر المعارضين دي هلموت فون مولتك فالقيصر الألماني أعطاه المنصب دي هلموت فون مولتك على واعثا أنه يكون أفضل لأنه كانت معارض لهلموت فون مولتك الجيش الألماني والذي شد هذه البلاسة الزوينة وتيتسنة واحد الجيش اللي ما يمكنش نقارنوه بالجيش الكبير اللي بدات بها ألمانيا الحرب الجيش ديال دابا هو الجيش ديال العسكر اللي قدروا ينجاوا من الموت إغيش فون فالكنهاين خاصوا يعود دوك اللي ماتوا ودوك اللي تعطبوا هاد المشكل كينت عند الحلفاء ولكن الحلفاء كان عندهم حل ساهل هاد المشكلة الحلفاء عندهم مستعمارات وعندهم تحالفات من جيت النجليز هالسكوتلنديين جيين هالهنود هالجنوب إفريقيين هالكاناديين من جيت فرانسا هالمغربة هالجزيريين هالسينيقل وهاد العسكر تيجيوا مجموعة مر مجموعة كلنا العلمان عندهم مصدر واحد ديال العسكر هو ألمانيا العلمان وخا كانوا ديجا عندهم الناس بزاف اللي تجلوا في العسكر وتترينيو السرعة الأحداث ما كانش كافية باش يكونوا واجدين يلا هدس شهرونس على الحرب ومئات الآلاف تقتلوا ما يمكنش توجد إنسان عادي والعسكر يواجد في شهرونس ولكن فون فالكنهين ما عنده تشيحة أخر عيط ليهم وخا ما واجدينش الألمان شدوا بلايسهم قدوا صواريهم تحصنوا مزيان وبدوا تتسنون نقالزا والفرنسيين يبانوا نقالزا كانت عندهم طيارة ديال الاستطلاع ضربات ضويرة في السماء البيلوت قال لهم الآلاف ديال الألمان تتسنون كوم مر الواد وشدين البلايس عاليين الحلافاء التحت خاصهم يقطعوا الواد ويجريوا على الألمان من المواقع الاستراتيجية اللي مجموعين فيها الحلافاء كانت عندهم واحد الفكرة غالطة على الألمان أصحابهم الألمان غير مجرتلين تدوروا بحل شجاجة مقطع لها الراس مفرصهمش بأن الألمان تنظمهم زيان ومستعدل معقول الحلافاء غادي يكلوه رمكا صحيح في الفجر ديال 13 سبتمبر 1914 بدأوا الحلافاء يقطعوا الواد المنطقة الواد كانت عامرة بالضبابة قدروا تخبّوا فيها ويقطعوا غير قطعوا الواد طلعت الشميشة حرقت ضبابة وعرّزهم تخيلوا دا بالمنظر الحلافاء التحت الألمان الفوق بالأسلحة التقيلة الحلافاء ما عندهم فين يتخبّوا ووالوا يعني بحالي لداروا عملية انتحارية الألمان بدأوا عليهم تاق 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 ذبحوهم العسكر اللي ما تقتلوش رجعوا اللور وبدأوا تحفرو خنادق هادي كانت بحال واحد لفونغو كانت بحال صورة مصغّارة ديال الحرب العالمية الأولى كيفاش غادي تكون في المستقبل هاد الخنادق هادو زادوا مع الوقت تولّوا على طول الخط بين فرانسا و بلجيكا العالمان منجيها والحلافاء منجيها أخرى صعيب أن شي واحد يربح صعيب والخسائر البشرية غادي تكون بالملايين هاد حرب الخنادق نقدرو نسميوها طاحونة ديال لحم طاحونة ديال كفتغ غير هادي تطحن بنادم بكل ما في الكلمة من معنى هاد الحفار اللي تحفرو تحولو الحوثون كل شي تيحفر و تيحصن راسو الجنرالات من جو الجيهات ما عرفوا ما يديرو هش غا تدير نور مال مو بش تربح بحال هاد الحرب خسك تلقى منين الدور على الخصم ديالك ولكن منين ما كين تفتح منين الدور خط طويل ديال الخنادق اذا عدنا دابا اخيب سيناريو ديال الحرب يمكن تتصوره جويوش قدها قداش مقابلة مع بعضياتها هادو تيهجموا مرة الاخرين تيهجموا مرة وبنادم تيموت بعشارات الالاف يوميا لا على قبل معارك القديمة ففي القديم كانو تيتلاقوا الجويوش تيتحاربوا في النهارهم و تيتفرقوا هادو في حرب الخنادق هادو بحالي تقول جويوش شانقين على بعضياتهم و تيقتل شي بلا اي فائدة و بلا اي نتيجة الموت فابور البلاسة الوحيدة اللي فيها الضوء و فيها امل هي في الخرد يال الخط من جهة البحر في هادو المنطقة هادي فالاللمان و الحلافاء بدوو تي يصيفطوا جزء من العسكر بشوية بشوية في الاتجاه ديال البحر فالاللمان في بداية الحرب من كانو شدين طريق الفرنسا و دخلو البلجيكا محتلوش بلجيكا كاملة بقات هاد البلاسة هادي ماخدوهاش فبالطريقة الالمانية المعتادة جابوا الالمان اللي مدافع العملاقة و ضصوا ذاك الشي اللي في طريقهم في هاد اللحظة هادي الالمان بدو يبانوا بحالي لا غير بحول حرب بحالي لا غير عوضوا قاعدة شي اللي دازع لهم غيروزوا هم اللي اولين من جهة البحر و يتقلبوا على الحلافاء هنا الجيش البلجيكي غادي يدير واحد تضحية كبيرة بلجيكا ديمة تدير تضحية هاد البلجيكيين اللي كانوا الالمان تسميهم الجيش ديال الشوكولات تضحكو عليهم غادي يدير الالمانية العصاف الرويضة تضحية ما بعدها تضحية فهذا المنطقة هن ديال البحر بلجيكا كان عندها براجات تتمنع لما ديال البحر انه يفيد على اليابيسة انه يدير فايا ضاحية ويهلك الاراضي الفلاحية حيث لما المالح تتكرفص على الارض ديال الزراعة ايوا هاد شي اللي دارت بلجيكا ضحات بالارض ديالها باش تمنع الالمان انهم يدوزوا ويتقلبوا على الحلافاء بلجيكا بهاد العمل البطولي غيرات المجرى ديال التاريخ البلجيكيين ينهرسوا البراجات البحر فاض الالمان ما عندهم يديروا يدوزوا الالمان ما كان فراسهم والو غاديين غاديين شوية لما غاديو تيزيد تولت بيركا مائية طول ديالها ثمانية كيلومتر وغارقة ما يمكنش تقطع الحاجة اللي خايبة في هاد القاضية من ناحية الحلافاء هي ان مزيال الالمان ما قدروا يدوزوا ولكن هادوك العسكر الالمان اللي كانوا بغين يقطعوا غايدوا رودابا ويشاركوا مع خودهم في معركة إيبخ اللي الله كانت بدات من ناحية الالمان اللي غادي وقع في إيبخ تراجيديا شيء محزين شيء تيبكي واحد الحاجة اللي غتبين تفاهدي الحرب اكيد ان الحرب تتقتل ولكن غالبا تكون واحد الهدف يعني انت تكون شيء هدف تكون تضحية ولكن مراجحة تتحقق شيء هدف يعني الموت ما تتكونش فابور في إيبخ كالقتل ما عنده التمعنى وما غادي حققته شيء هدف هدوك الالمان اللي مشاول إيبخ كانوا في الأغلب ديالهم هدوك اللي جابهم فون فالكنهاين وخما وجدينش دراري صغار ستاشر عام سبعتاشر عام تمنتاشر عام براش بالآلاف معمر اللي هم رأسهم بالبروباقاندا والأفلام ديال البطولة والشجاعة ما مدربينش ما عندهم تفكرة على الويلات اللي تتسنهم معا من طاحوا طاحوا معا طوب ديال الجيش البريطاني الزبدة ديال أحسن ما عند بريطانيا جيش محترف مدوز العجب النتيجة كانت مأساوية أطفال تقتلوا هكا فابور واحد المؤرخ تميتو وينستن جروم كتب على هاد الحادثة قال لك الساحة ديال القتال كان طول ديالها ثلاثين كيلومتر وكانت عامرة بالطبابة العلمان اللي جاو كان جزء كبير من العسكر ديالهم دراري صغار هاد دراري الصغار هاجموا الخطوط البريطانية بطريقة حماسية تغنيوا وهزيل المكاحل في السماو المدافع الرشاشة ديال البريطانيا أردتهم بكفته وخاك العدد كتر من بريطانيا بربعات المرات ولكن ديال البريطانيين كانوا من أفضل عسكر ليس غير في بريطانيا ربما في العالم كامل أحسن ما عند الإنجليز وإيرلاندا وسكوتلاندا والأجزاء كاملة ديال المملكة البريطانية رومانسية بطولية نمشاو ماتوا باطل المعركة ديال إبخ غير وحدة من بزاف ديال المعارك اللي ما فيها تشي فائدة بنادمتي موتوا صافي ففي عوض من نركزوا على المعارك نشوفوا الجانب الإنساني الناس اللي عاشوا هاد الواقع المخيف كيفاش كانت التجربة ديالهم أحد العسكري ألماني عنده عشرين سانة شارك في المعركة ديال إبخ وتعاود شنوعاش قال لك جاتنا الأوامير ندوره ونواجه العدو ساحة المعركة تخلع جوتات 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 من مدز نكيل جوتات الخناديق عامرين بالموتة تخبينا وبقينا تنتسناه بقينا مخبيين تطح الليل وكلنا كنا عارفين أن ما زال ما شفنا والو اللي جاي كرف كان واحد الرسالة حزينة ديال واحد العسكري ألماني اسميته باول هوب اكتب هال الحبيبة دياله وحاول يشرح فيها الكارثة الإنسانية اللي القراصوا فيها اكتب لها قال لها عزيزتي مارية سمحي لي تعطلت عليك في الكتابة ما تيعنيش هذا أنني نسيتك بالعكس كل يوم تندوز هنا تبيل لي شحل زوين الوطن في اليامات الأخيرة عشت كابوس مرعب ما كانش الكلمات اللي نقدر نعبر لك بها المصايب ضائرة بيها كل نهار الحالة تزيد تتأزم وما كانت تشي آمل أنه هادشي غادي تحسن الدمايات بحل فيضان منتا نفكر في الفوج ديالنا عيني ما تيحبسوش من البكة بقين غير شي ميتين ولا تلتمياحيين تقريبا كل شي تقتل قليل من صحابي هنا اللي غادي يبقى حي من دابة تليل الشف ديال الفوج ديالنا الكوماندار ماس باوا مشلج بها غير ساعة بش يشوف جات في قرطة صلى الراس هكو احنا هنا الموت ضائرة بيك من كل جهة جوتت البنادم جوتت الحيوانات الديور محروقين الحفاري كل شي مشتتت جاهنام ما كنتش تنظن الحرب غادي تكون بحال هكا تنعاس ما تنقدروش ننعسو صداع بزاف على الأقل ثلاثين قنبولات الترتق في دقة واحدة ديمة بدون توقف البارح سيفتنا طالب المساعدة ما نعرفوش يقدروا يجيوا يعاونونا ولا الله احنا قلال دابة ما نقدروش نحارب بوحدنا بحال هاد الشهادات والرسائل تتبين الإنسانية ديال هاد الناس وخاي كل الإنسان كيف مكان تيبقى عند ذلك الجانب الإنساني واحد من أكبر المجرمين في التاريخ عاشته هو المعارك في هاد المنطقة وكتب عليها هاد السيد كل شي تعرفوا هو أدولف هيتلا في الكتاب ديالو ماين كامف تيعود هيتلا تيقول وأخيرا شدينا الطريق للجبه من كان غادي يمشي أول مرة شفت نهر الراين العظيم في الطريق ديالنا كلنا حماس وأمل بالنصر الكبير القلب ديالي غاين نفاجر بالحماس وصلنا في ليلة باردة المنطقة فلاندر وبدينا الزحف في الطلام غير باندو ديال الفجر نزلت علينا عاصفة ديال القرطاس تحمسنا وتطلقينا مع العدو وكلنا تنغوتوا دويتشلاند دويتشلاند إيبا ألس إيبا ألس إن دافلت ألمانيا ألمانيا فوق الجميع فوق الجميع في العالم بعد ربع أيام رجعنا اللي بلاصة اللي بدينا منها الدراري معانا اللي صغار ربع أيام كانت كافية باش ترددهم الرجال وخكنا ما مدربينش ولكن كنا أبطال في التضحية بالنفس دست سنوات والشعلة ديال الحماس تفات وجاف بلاصة هالرعب والخوف من اللي موت والله عندنا صراع داخلي ما بالواجب الوطني والغريزة ديال البقاء على قيد الحياة هيتلا غدي يزيد يهتر على المعاناة الشخصية دياله وكيفاش تحدى الخوف وقدر يتعامل مع الموقف وقدر أنه يدير عمل بطولي اخدع عليه وسام من قيصر الألماني المعاناة اللي داست على هيتلا هي المعاناة اللي عاشوها قاع اللي شاركوا في الحرب كلهم عاشوا حالات ديال التناقض العقل ديالك تيقول لك تدير واحد الحاجة والجسد ديالك تيقول لك تدير حاجة أخرى اليوم من تنشوفوا ولا تنقرعوا على هاد الناس ودكشي اللي داروا تنتعجبوا كيفاش قتلوا يديروا هاد شي القضية شبه مستحيلة يعني جسديان ونفسيا بطبيعة الحال ماشي كل شي كان هكا كانوا بزاف ديال العسكر اللي كانوا خوافة جوبناء كي نعوتاني بزاف اللي وخبغاوا يكونوا شجعان الجسد مقدرش يتبع الدماغ ديالهم غالبا هاد العسكر كانت القيادات ديال الجيوش تتعاقبهم عقاب يكون درس للاخرين العقاب كان غالبا هو الاعدام العسكري ما كانش عنده حل إلا أنه يحارب التلموت إلا خافوا هرب غد يقتلوا أصحابه إذا من الأحسن يحاربوا والعدو هو اللي يقتلوا في الحلقة الجاية غادين تابعوا التجارب الإنسانية وغادين هطروا على دخول توركيا للحرب وغادين عيشوا كذلك وحدة من أغرب وأجمل الأحداث اللي وقعت في الحرب العالمية الأولى في ليلة عيد الميلاد 1914 حرب الخنادق اللي بدأت بينات للناس كاملين في ذلك الوقت وخصوصا للعسكر اللي شاركوا فيها أن الحرب بديك النظرة الرومانسية النبيلة اللي كانوا تعرفوها أو تحلموا يعيشوها مشات ومعمرها غترجع حرب الخنادق أو حرب الحفاري تتحيد منك شي حاجة اسمتها الإنسانية باش تصور الحالة اللي كانوا فيها العسكر خرج الشيخلة وحفر حفرة ودخل فيها وبقى عايش تحت شتغ نهار على نهار من تحس بالعداب اللي غايدوز عليك تفكر أن العسكر اللي شاركوا في حرب الخنادق كانوا تهو مفحفرة زائد الجوع والقناب الخيط من السماء ونعاس تقريبا والو وديما شي واحد بغي قتلك كانوا شي بلايص اللي عامرين بالماء وتتهبط فيهم شتب زاف يعني حفاري ديال الغيس واحد شاعر أمريكي شارك في الحرب مع فرانسا ومات في 1916 اسميته آلين سيجر هاد آلين سيجر كتب في 1914 عامين قبل ما يموت كتب تيوصف حرب الخنادق اللي كانت يلا بدات قال لك حرب الخنادق كانت جديدة وبالنسبة القوات المدفعية دوك اللي تضربو من اللور شي حاجة انتريسونت ولكن بالنسبة داك العسكري مسكي اللي مخشيف الحفاري القصة مختلفة تماما هاد العسكري المهمة ديالو هو يحفر حفرة ويتخشى فيها ويبقى مخبي والموت فوق راسو ما عندوش تال فرصة يشوف العدو ديالو دايرين بيه جميع المخاطر والحويج الخايبين ديال الحرب ما كانت شي حاجة زوينة فيها البطولة ولا المغامرة محكوم عليه يقلس في الحفرة بحل شي حيوان مكمشو تيستمع صوت القنابل الطايرة وصوت الانفجارات اللي كل مرة تتقتل شي وحدين من الريفاق ديالو طرافو جامدين بالبرد وما يقدرش يشعل التلعافية باش يسخن مامسموحش ليه يشعل التشمع خاصو يتلوه في بلاستو ويتكه في الغيس والويل هاد شي مختلف على داك شي اللي تيحلم به العسكري منت يمشي للمعركة المشكل في هاد حرب الخناديق هو ان بزاف ديال العسكر كانوا ناس مدنيين يلا هل تحقوا بالجيوش ديالهم حيث ماتوا العسكر بزاف تخيلوا واحد يلا شهر ولا شهر ونص كان طالب في الجامعة ولا ختم في شي حانوت ولا في شي شاركة ما عمره شاف جدة في حياته القارسو في هاد الكابوس مخشف في حفرة والموت ضايرة به واحد العسكري ألماني تهو عاود على شنو عاش في حرب الخناديق تيقول ان اللي تيزيدي أزم الحالة هو ان دوك اللي تي تقتلوا تيبقوا في الحفاري حيث ما تقدرش تخرجهم على برة إلا خرجتي صبع واحد غايجيك القرطاس في البلازة الميتين كانوا تيحفروا لهم وسط الخناديق وتيدفنوهم ولكن دوك اللي تيقطعوا طراف طراف تيكونوا ديمة مشكلة حيث تيبقوا الطروفة ملوحين وتيعطيوا الريحة اللي صعيب تحمله الجنرالات ديال ألمانيا وديال الحلفاء طاحوا في سيتيازيون جديدة ما عمرهم عاشوها قاع البلانات اللي خدموا عليهم سنين وشهور مشاوا في الباي باي وده بخص يتعاملوا مع الواقع الجديد كيف مقلنا الدول بدت تتعوض العسكر اللي ماتوا بالمدنيين المدنيين اللي أغلبهم مواجدينش وتيتلاحوا في هات جهنم وتيموتوا بالزربة فرنسا خسرت كتر من مليون عسكري ألمانيا خسرت كتر من سبعمية وخمسين ألف هادشي في الشهر الأول ديالحرب مازال غضرب سينين اللي عندها القضية حامضة بزاف هي ألمانيا الحلفاء وخاء تهومت يعوضوا بالمدنيين ولكن عندهم واحد لافونتاج عندهم لافونتاج ديال المستعمارات وديال الدول الصديقة كندا مثلا صفتات ثلاثين ألف عسكري قطعوا البحر وجويعونه أغيش فون فالكنهاين بل يلعب مشاتي يجري عند صحاب القارار في ألمانيا نقول لهم ما يمكنش نربحوا الحرب في الجبهة الغربية خاصنا نديروا عقود السلام مع روسيا ولا دول أخرى ونركزوا القيتال ديالنا مع النقليس السياسيين في ألمانيا كعاو على فون فالكنهاين حيتما تسرتاتش ليهم فكرة الاستسلام بعد ما خسرووا هاد الخسائر كاملة زيد على هادا المستشار الألماني فون بيتمان هولفيك كانت يوجد البلانات ديال شنو غادي تدير ألمانيا في الخريطة بعد الفوز دياله يعني السيد قال استيوزع في الغنائم حيت متأكد من فوز ألمانيا ورئيس أركل الجيش الألماني جاي عنده دي يقول ليه ما غاديش الربحو خاصنا نتفاهمو مع الأعداء يعني خيبت التعاويد هي في الحقيقة رضة الفعل ديال المستشار الألماني كانت عادية حيت أي دولة خسرات دكش اللي خسرت ألمانيا ما غاديش تبغي ديك الخسارات تمشي هكوك في سبيله غا تبغي في النهاية أنه على الأقل تربح الحرب وخاقع ألمانيا تبغي تدير سلام مع شي دولة ما غاديش تقدر حيت الحلفاء كانت عندهم اتفاقية أن تدول فيهم ما تدير عقد سلام منفريد الهضرة ديال فالكنهاين كانت فرصة لليدندوف والجنرالات اللي كانوا في الجبهة الشرقية أنهم يتهموه بالخيانة ويطالبوا أنه يتحييد من المنصيف دياله وما كانوا جوج ديال الطرق ديال التفكير عند الجنرالات الألمان رأيتي يقول أن الحرب ممكن تربح في الجبهة الشرقية الحرب اللي مع روسيا ورأي آخر تقول الحرب ما يمكنش تربح إلا في الجهة الغربية يعني ديال الفرنسا والنجليز والطبقة هاتجو الجبهات نسونا في واحد الجبهات أخرين تفتحوه بحل الجبهة ديال الموحيط الهادي الجابون استغلت الفرصة ودخلت مع الحلفاء ضد ألمانيا باش تهرف على مستعمارات ألمانية في الموحيط الهادي الجابون كانت عندها القادية مربوحة من جميع الجوانب ونفرض وقع أن ألمانيا تربح الحرب ما عندها ما تدير للجابون حي تبعيد عليها بعبارة أخرى الجابون بغا تدير ضرب وهرب وهذا الشي فعلا اللي وقع الجابون سرقت مجموعة ديال الجزر والمناطق اللي كانت ديال ألمانيا دولة أخرى اللي دخلت في المعمعة هي الدولة العثمانية في شخص تركيا تركيا كانت ديجا مروونة في هاد دعوة وكانت في ها انقسامات سياسية ويعني ما متافقين على والو واحد جماعة في تركيا تعاونوا مع بعض الألمان وهجموا على واحد المرسى روسي في البحر الأسود روسيا علنت الحرب على تركيا بسبب هاد الهجوم تركيا ولت أوطوماتيكيا الحاليف ديال ألمانيا ألمانيا ما كانش عندها الظهر في هاد الحرب العالمية الأولى لأن الحلفاء ديالها كانوا كلهم مراد إلى ما قلناش ميتين فالتركيا اللي اتزادت تهي بحالها بحال النمسا وهنغاريا مريضة الواحد تخصوا فعلاً يرفع القبة على ألمانيا أنها قدرت تحارب القيامة كاملة بحلفاء ميتين النمسا مثلاً ماشي غير ما عندها باش تعاون هي محتاجة المعاونة من ألمانيا لكن واحد الحاجة زوينة جابتها تركيا لألمانيا وهي الموقع الجغرافي تركيا كانت مسيطرة على مناطق في الشرق الأوسط الشرق الأوسط كانوا فيه مستعمارات ديال الحلفاء دخول تركيا في الحرب وسع منطقة الصراع وبالززع للحلفاء أنهم يصيفتوا الأساطير ديالهم والجنود باش يحميوا هذه المستعمارات من تركيا وبالتالي من ألمانيا نفس القادية في الشرق روسيا كان بززع لها تصيفت جزء من العسكر ديالها للجنوب على تركيا تركيا وخا مريضة وما ستعاون ألمانيا بالتوزع ولكن الموقع ديالها أعطى إفادة كبيرة لألمانيا حي تفتح جبهات جديدة على الحلفاء كانوا هانين من جهتها تروبيلة أخرى درتها تركيا للحلفاء هيا فاش علن الراس الكبيرة ديال الدين شيخ الإسلام أرغي بلو هيري في نوفمبر 1914 وبتشجيع من ألمانيا أعلن هاد شيخ الإسلام على الجهاد ضد الحلفاء السافير ديال ألمانيا في تركيا فرحان قال لهم ان قال زغاي تحرقوا في الجهاد الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت معروفة باسم الرجل المريض ما عندها لا جيش مزيال الاقتصاد صحيح لوله يعني تل معدات العسكرية كانت تتسعى الشعب يمولهم وخاك تركيا كان مازال عندها وزن ديني كبير والراس الكبيرة في تركيا تقدر تعتبره بحل خليفة المسلمين فالحلفاء تفتح عليهم باب خايب ديال الصاد حيث عندهم في بلدانهم الملايين ديال المسلمين فتقدر تتصور ان المسلمين اللي عايشين يعني سواء في مستعمارات ولا في دول يعني فيها مسلمين التابعة لروسيا فتتصور ان المسلمين هادو يلبيوا النداء ديال الجهاد ديال شيخ الإسلام في تركيا وتنوضل بالبالة في دول الحلفاء وفي المستعمارات ديالها وصل الفصل ديال الشتاء والدعوة تزيارات خصوصا في الجبهة الشرقية اللي البرد ديالها قاسح تمام بقت قادرت تجيها تستولي على أراضي جديدة كر وفر كر وفر ومع ذلك وصلت الخسائر لتقريبا مليون قاتل روسي نصف مليون نمساوي هنغاري ومية واربعين ألف ألماني وهذا الشيء وقع في شهور قليلة القيصص ديال المآسي الإنسانية ولت قيصص عادية وخا كينشي وحدين فيهم اللي مقززين وتبينو شحال ديال الشر يقدر يدير بنادم إلى التحط في سيتياشون مناسبة لكن كين كذلك قصص اللي تترجع الأمل في الإنسانية كين مثال ديال جوج قصص كين القصة ديال واحد العسكري انجليزي اسميتو ويلي فريجر هاد خونا هجمو الألمان على البلاسفين كان مخبع مع أصحابه والكتف ديالو تشرشم الألمان شدوه والقائد ديالهم قال العسكر قتلوه هاد ويلي فريزر من حسل حد ديالو فهم الهدرة وعرف تا لكسون ديال هاد القائد الألماني الناجية من فرانكفورت كيفاش عرف؟ عرف لأنه كان قراف فرانكفورت في ألمانيا كان دووز دراسة مقرات مما فسول القائد الألماني وش هو من فرانكفورت الآخر تعجب القائد تعجب قال لي ايه؟ وبدأت يدي ويجيب معه بالألمانية في الهدرة بالألمانية القائد قال العسكر في الخرصة في خليه وهم تقتلوهش القصة الثانية هي أشهر قصة إنسانية دازت في الحرب القصة ديال ليلة عيد الميلاد 1914 في الجبهة الغربية كان في ذاك الوقت كان الموت ديال البرد ذاك الغيس وذيك المياهات اللي في الحفاري كرموه وزادوا أزمو الأمور العسكر وصلوا للدرجة لا تتصور ديال المعاناة فهد الوضعية الكارتية غيوقع ما لم يكن في الحسبان فعوض القنابل والقرطاس واللي هالزراسو من شي خندق يطعر ليه العسكر ديال الحلفاء بدو تيسمعوا أصوات ديال الغنى من جهة الألمان واحد الألماني كانت يغني بطريقة رائعة بالإنجليزية تفاجئوا بدو غير حلين فهمهم من سالة من الغنى بدو كلهم تيصفقوا شوية كل شي بدت يخرج الشمع تيشعل الشمع و تيخرجهم من الحفاري القرطاس حبس تماماً العسكر من الجهاتين بجوج بدو تيخرجوا من الخناطق ديالهم كل شي تيغني العسكر اللي شهورهما تيقتلوا في بعضياتهم مشوا عند بعضياتهم كلهم تيتعانقوا تيتضحكوا فرحانين بدو تيتبادلوا لكادوا الهدايا لو أنه ما كينش شواهد على هاد القصة يقدر الواحد ما يتيقهاش بقول العسكر على ذيك الحالة ناشطين و تيغنيوا أغاني عياد الميلاد ومن بعد تفرقوا بسلام وكل واحد رجع للخنطق الحفارة دياله الصباح ديال الغد و النهورة كاملين اللي جواوا من بعد دازوا حب و سلام العسكر قدروا يخرجوا يدفنوا الموتى ديالهم كانوا تيتلاقوا مع العدو و تيتبادلوا لعبت بحال القارو بحال الشوكولات كانوا تيلعبوا مرة مرة تيلعبوا كورا تخيل أنك ما كنتيش قادر تخرج صباح من الخنطق و دا بضحك لعب بحاليلا مع مرة كنتش حرب فعلا حدث لا مثيلة له لكن هاد القصة الإنسانية العظيمة ما عجباتش القادة ديال الجويوش فداروا الاحتياطات ديالهم أنها ما تتعودش وللأسف ما تتعودش في الحلقة الجاية غنبدو مرحلة جديدة ديال الحرب مرحلة الجمود الحرب دخلات في الطريق مسدود موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر